تتمت رواية الحرب والسلم للكاتب الروسي ليو تولستوي فشل الاختطاف خرج أناتول من الحجرة وعاد بعد قليل مرتديا فروة تلف جسمه ربطها بنطاق مزين بالفدة عند وسطه معتمرا قلنصوة من الصامور مائلة على أذنه تتفق تماما مع وجهه الجميل وبعد أن درس وضعيته أمام المرآة انتصب أمام دولوخوف وقال وهو يمسك قدحا في يده هيا الوداع يا صديقي أشكرك على كل خدماتك الوداع وأضاف بعد أن بحث هنيهة عن الكلمة المناسبة هيا يا زملائي أصدقاء الأصدقاء وأصدقاء صباي الوداع كانت تلك الجملة الأخيرة موجهة إلى ماكرين والآخرون وعلى الرغم من أنهم جميعا كانوا سيرافقونه فإن أناتول كان يعتمد منح وداعه لأدهجة مؤثرة كان يتحدث بصوت مرتفع متناسق مبرزا صدره ومتأرجحا على ساقيه تعالوا جميعا وقرعوا أقداحكم وأنت يا بلاجا يا زملائي وأصدقاء الصباي لقد أمضينا زمنا ممتعا لقد قمنا بكثير من الجنون معا والآن متى نلتقي من جديد؟ إنني ماض إلى الخارج وداعا أيها الصرور وداعا يا أصدقاء البواسل نخب صحتكم هورا أفرغ كأسه دفعة واحدة وحطمها كذلك فعل بلاجا الذي تجرع كأسه ومسح يديه بوشاحه ضم ماكرين أناتول إلى صدره وعيناه سابحتان في الدموع آه يا أمير إنني شديد الألم لافتراقي عنك هتف أناتول هيا إلى المسير استعد بلاجا للخروج فقال أناتول لحظة واحدة أوصد الباب والنجلس هكذا هنا أغلقوا الباب وجلسوا جميعا من عادة الروسيين قبل الصفر وخصوصا في المناسبات الجليلة أن يجلسوا ويستجمعوا أنفسهم فترة استأنف أناتول وهو ينهض والآن إلى الأمام سير أيها البواسل قدم له جوزيف الوصيف سيفه وجوبته الجلدية استفسار دولوخوف ولكن أين الفروة؟ هو لا إنياس امضي فورا إلى ماترون ماتفيفنا واطلب منها معطفا من الفراء المعتف المصنوع من فراء الصامور هل سامعت؟ وأضاف وهو يغمز بعينيه إنني أعرف كيف يجري الإختطاف سوف تلقي بنفسها إلى الخارج ميتة أكثر منها حية دون أن تكون متضثرة بشيء وإذا وقع أدنى تأخير سلت الدموع على الفور فتنادي بابا وماما وسترتعد وستطلب العودة أما إذا كانت معك فروة فستلفها بها وتقودها حتى الزحافة جاء الخادم بفروة من جلد الثعلب معطف الصامور أيها الحيوان ألم أقول لك؟ نعم نعم أو لا وصرخ بصوت بلغ دوية حتى بلغ أقصى الشقة إيه ماتران إلي معطفك الصامور هرعت بوهيمية جميلة نحيلة وشاحبة تلبس شعلا أحمرا حاملة معطف الصامور قالت خائفة ولا شك غضبت سيدها ومالكها وآسفة في الوقت عينه على فروتها خد خدها سياني عندي ودون أن يجيبها ألقى دولخوف بالفروة على كتفيها ولفها حول قدها وقال وهو يرفع رياقة بشكل لا يترك معه إلا فتحة صغيرة للوجه أترى؟ هكذا ثم هكذا وأخيرا هكذا أرأيت؟ وأجبر أناطول على أن يميل فوق الفتحة التي كانت ابتسامة البوهيمية تلتمع خلالها قال أناطول وهو يقبلها هيا الوداع الوداع يا ماترون انتهت الحياة الطيبة تهاني إلى ستيفاني هيا الوداع الوداع يا ماترون تمنى لي حظا سعيدا قالت ماترون بلكنة بوهيمية ليمنحك الله كل السعادة الممكنة يا أميري وقفت زحافتان قرب المرقات يقودهما في تيانون متيناء البنيان سعاد بلاجا إلى الأولى ورفع مرفقيه إلى أعلى وراح يجمع الصيور بتأودة في يده جلس ماكريين وخوف سيتيكوف والوصيف في الزحافة الثانية سأل بلاجا هل نحن على استعداد وصرخ وهو يلف الأعين نتحول ذراعه إذن إلى الأمام سر وانحضر الموكب بأقصى سرعة في جادة القديس نيكولاي أخذ بلاجا وغلاماه الجالسان على المقعد يصيحون هو 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 صدموا عربة في ساحة أربات فارتفعت فرقعة ثم صيحة لكن الزحافة كانت تطوي في تلك اللحظة شارع أربات هذا وبعد أن صعدوا ثم هبطوا جادة بودوني فيتسكي على طولها استمهل بلاجا خيوله ثم عاد إلى الوراء وأوقفها في زاوية شارع فيي إيكوري قفز الغلام من المقعد ليمسك بالخيول من أعنتها وصعد أناتول ودولخوف الرسيف وعندما اقترب من البوابة صفر دولخوف أجابه صفير آخر على صفيره وظهرت وصيفة هرعت إليه تقول ادخل الفناء وإلا رأوكما إنها قادمة على الفور ضل دولخوف قرب البوابة بينما تبع أناتول الوصيفة ودار حول ركن الفناء ثم تسلق درجات المرقات ليجد نفسه وجها لوجه مع الجافريل الخادم العملاق المرافق لماريا ديمترييفنا قال له الخادم بصوت خفيد وهو يقطع عليه طريقة إن سيدتي تطلبك تفضل واتبعني غمغم أناتول بصوت متهدج أي سيدة من أنت؟ تفضل واتبعني إن لدي أمرا باستحابك صاح دولخوف كوراجين عد لقد خانونا لنهرب كان دولخوف يتعارك مع البواب الذي حاول إغلاق البوابة خلف أناتول استطاع أن يتخلص منه بمجهود جبار ثم أمسك بذراع أناتول الذي كان قادما بسرعة وجدبه بقوة حتى تخطي المدخل ثم جرى بكل قوة حتى وصل إلى زحافتهما المرض المزعوم فجأت ماريا ديمترييفنا في الممشا صونيا غارقة في دموعها فلم تتركها إلا بعد أن انتزعت منها اعترافا كاملا احتجزت رسالة ناتاشا وقرأتها ثم دخلت عليها والورقة في يدها وقالت لها أيتها الخائنة يا خالعة العذار لا أريد أن أسمع منك شيئا دفعت ناتاشا التي كانت تحضق فيها بعينين ذاهلتين ولكن حادتين وأغلقت الباب بالمفتاح وبعد أن أوعزت إلى البواب أن يسمح بالدخول لكل من يحضر ويمنع خروج أي كان وإلى خادمها المرافق أن يأتيها بالقادمين جلست في البهو تنتظر المغررين بالفتاة وعندما جاء جافرييل ينبئها بأن الأشخاص لادوا بالفرار زوت حاجبيها ونهضت وراحت تدرع البهو طولا وعرضا ويداها وراء ظهرها تفكر فيما يجب عليها فعله عادت إلى غرفة صونيا حوالي منتصف الليل بعد أن لمست المفتاح في جيبها كانت صونيا لا تزال تنشج في الممشى وتوسلت إليها يا ماريا ديمترو ييفنا دعيني أدخل معك فتحت ماريا الباب دون أن تجيبها حدثت نفسها وهي تحاول السيطرة على غضبها إنه مخجل إنه مرذول تحت سقفي يا للفتاة السيئة الفاجرة لكنني أشفق على أبيها وعلى الرغم من صعوبة الامتثال للأمر فسأمر الجميع أن يصمطوا وسأخفر أمر عن الكانت دخلت الحجرة بخطوات ثابتة كانت ناطاشا ممسكة رأسها بين يديها مسترخية الجسد ممددة على الأريكة في مثل الوضع الذي تركتها عرابتها عليه وقالت ماريا حسنا إن هذا عمل شريف إعطاء المواعيد للعشاق تحت سقف بيتي لا تتصنع الطهر والسداجة أصغي عندما يحدثونك كررت وهي تلمس دراعها لا تسمعين لقد جللت نفسك برعار كأسوأ الفتيات إنني أعرف تماما ما يجب أن أفعله لكنني أشفق على أبيك لن أقول له شيئا دلت ناتاشا صامتة لكن نشيجا خافتا كان يخنقها ولم يلبيت جسمها كله أن تقلصها متشنجا تبادلت ماريا ندرة مع صونيا ثم جاءت تجلس على الأريكة بجانب ناتاشا وقالت بصوتها القاسي لقد استطاع الإفلات مني لكنني سأجده هل تسمعين ما أقوله لك؟ ماريا أدخلت يدها الضخمة تحت رأس ناتاشا وأدارته نحوها روعت ماريا ديمتريفنا وصونيا لمرأة ذلك الوجه دلعينين اللامعتين الجافتين والشفتين المضمومتين والخدين الضامرين وقالت دعوني لا يهمني أريد أن أموت انتزعت نفسها بغضب من يدي ماريا وعدت تستغرق في نشيجها وقالت ماريا ناتاليا إنني لا أريد إلا صالحك ابقي هكذا إذا كنت تفضلين لن أمسك ولكن أصغي إلي لا أريد أن أقول إلى أي درجة بلغت في ذنبك إنك تعرفين ذلك مثل ما أعرفه نعم تماما لكن لكن أباك يعود غدا فماذا أقول له لم تجيب ناتاشا إلا بالنحيب وإذا علم بالأمر من الآخرين وإذا اطلع أخوك أو خطيبك على الأمر صحت ناتاشا فجأة لم يعد لي خطيب لقد قطعت على قتيبه استثلت ماريا ديمتريفنا تقول هذا لا يهم لنفرض أنهم اكتشفوا خطيئتك هل تظنين أنهم يتركون الأمور هكذا أنا أعرف أباك إنه قادر على الدخول في مبارزة سيكون الأمر رائعا أليس كذلك هتفت ناتاشا وهي تنهض وتلقي على ماريا نظرة حقد آه دعيني لماذا شوشت علي كل شيء؟ لماذا؟ لماذا؟ من الذي طلب منك؟ صرخت هذه وقد استبد بها الغضب وماذا كنت تريدين أن تفعلي؟ هل كنا نحبك من قبل؟ عرضا ما الذي كان يمنعه من المجيء إلى البيت؟ لماذا يختفوقك البوهمية؟ وإذا كان نجح في خطفك فهل تعتقدين أنهم ما كانوا ليقبضوا عليه؟ سواء أكان أبوك أم أخوك أم خطيبك إنه حقير صعلوك هذا كل شيء صرخت ناتاشا وهي تنهض من جديد إنه خير منكم جميعا لو أنكم لم تمنعوني آه يا ربي لماذا؟ لماذا؟ صونيا ماذا فعلتي؟ دعوني واستسلمت لذلك اليأس الذي لا يحس به إلا كل من يعرف أن نفسه سبب تعاستي نفسه وانفجرت تبكي بكاء مرّا همت ماريا ديمترييفنا أن تسترسل لكن ناتاشا عادت إلى الصراخ اذهبوا عني اذهبوا عني إنكم تقرهونني جميعا إنكم تحقدون علي وانهارت من جديد على الألكة استمرت ماريا ديمترييفنا توبخها بعد الوقت أيضا كان يجب قبل كل شيء إخفاء المغامرة عن الكانت ما كان أحد ليعرف شيئا شريطة أن تتعهد ناتاشا بنسيانه وأن تتحاشى إظهار الضرابها أمام أي مخلوق كان لم تجيب ناتاشا كفت عن النشيج لكن قشعريرات محمومة كانت تجتاح كل كيانها وضعت ماريا وسادة تحت رأسها برفق وغطتها بغطائين وجاءتها بنفسها بنعيق الزيزفون بنقيع عفوان الزيزفون لكن ناتاشا ظلت محتفظة بسكون مطبق قالت ماريا وقد ظنت أن النوم استولى عليها هيا لندعها تنام وانسحبت لكن ناتاشا لم تنام قط ظلت هكذا خائرة القوى وهنة طوال الليل لا تنام ولا تبكي ولا تخاطب سونيا بكلمة وهي التي نهضت مرات خلال الليل وجاءت تطمئن عليها في اليوم التالي وقت تناول الغداء عاد الكونت إليا أندرييفيتش من حقله كما كان متفقا كان جديلا فرحا لأن المسألة نجحت فلم يعد هناك ما يبقه في موسكو بات يستطيع العودة إلى كونتستاتي العزيزة لكن ماريا ديمترييفنا شرحت له على الفور أن ناتاشا سقطت مريضة مرضا جديا أمس وأن الطبيب قد استدعي لكنها الآن على أحسن حال لبتت ناتاشا ذات الصباح في حجرتها تعض شفتيها وعينها شخصتين جافتين ظلت جالسة قرب النافذة تراقب المارة في غدوهم ورواحهم وتلتفت منتفضة كلما دخل بعضهم إلى غرفتها كانت ولا شك تنتظر أخبارا عنه ظنا منها أنه سيأتي أو أنه سيكتب إليها على الأقل وعندما دخل الكونت انتفضت لدى سماعها خطوات رجل لكنها عندما رأت أباها عاد وجهها جامدا حتى أنها لم تنهض لمقدمه وسألها ما ذلك يا ابنتي؟ هل أنت مريضة؟ أجابت بعد صمت طويل نعم قلق الكونت أشد القلق لحالة الضعف التي رأها عليها فسألها عما إذا وقع سوء في علاقتها مع خطيبها أكدت له عكس ذلك ورجته أن لا يعذب نفسه أكدت له ماريا ديمترييفنا صدقة توكيداتها لكن اضطراب نتاشا ومرضها المصطنع وأمارات صونيا وماريا الدلة على الارتباك جعلت الكونت يشك بوقوع حدث خطير لكن مجرد التفكير في ما استشرف ابنته العزيزة كان يجفله ثم إنه كان شديد الحرس على هدوئه البسام حتى أنه تحاشى طرح الأسئلة مفضلا الاعتقاد بأن شكوكه لا تستند إلى أساس لكنه كان يأسف لأن ذلك المرض سبب تأخيره عن العودة إلى الريف تضحية البولونيين في 29 من أيار مايو غادر نابوليون ديريست التي أمضى فيها ثلاثة أسابيع محاطا ببطانة من الأمراء والضوقات والملوك بل ومعه حتى إمبراطور وكان عامل قبل سفره الإمبراطور والملوك والأمراء الذين خدموه بإخلاص وبمزيد من الإكرام وعزل الأمراء والملوك الذين كانوا مستاءا منهم وقدم لإمبراطورة النمسا لآلئة وماسات أخذها من صندوقه الخاص أي أنها جواهر مصادرة من ملوك آخرين وبعد أن ضم بين ذراعيه ماري لويز بحنان تركها كما يؤكد مؤرخه محزونة جدا لهذا الرحيل الذي على ما يبدو لم تكن لماري لويز القوة على احتماله وهي التي تعتبر كأنها زوجته رغم أن زوجته الشرعية موجودة في باريس وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين ظلوا مؤمنين بإقامة السلم وعملوا بنشاط لهذه الغاية وبإقامة السلم وعلى الرغم من أن نابوليون كتب إلى أليكساندر رسالة بخط يده دعاه فيها بسيد أخي وأكد له فيها أنه لا يرد الحرب ولن ينفك عن تقديره ومحبته فإن الإمبراطور لن يكن ولم يكن داهبا إلا للالتحاق بالجيش فيعطي في كل مرحلة أوامر جديدة ترمي إلى الإسراء بالسير نحو الشرق كان في عربة مقطورة تحتوي على ستة جياد يحيط بها التابعون ومساعدون الميدان والحرس يسير في طريق تسمى بوزن ثورن دانتريغ كوينيغ بيرغي الكبرى وفي كل مدينة من هذه المدن يستقبله ألوف من الناس بحماسة ممتزجة بيروب كان الجيش يسير نحو الشرق كما أن الجياد الستة التي تجر مركبته والتي كانت تبدل في كل مرحلة كانت تحمله نحو الجيش لحق به في العاشر من حزيران وأمضى الليل في صلب غابة فيلوكوفيزكي في أملاك كونت بولوني حيث أعيد له جناح خاص لسكنه وفي صبيحة اليوم التالي تجاوز الجيش فبلغ نيمن في عربة حيث راح يتفحص الضفاف وهو في الزي البولوني بحتنا عن مكان مناسب لعبور القطعات ولما رأى القوقازين القائمين على الشاطئ الآخر والقفار اللامتناهية التي تقدر في وسطها موسكو المدينة المقدسة عاصمة هذه المملكة التي تذكر بمملكة يأجوج ومأجوج التي احتلها الإسكندر المقدوني أمر راببوليون بالسير إلى الأمام وسط الدهشة العامة والاستخفاف بكل العبارات الاستراتيجية أو السياسية ومنذ صبيحة اليوم التالي اجتازت قواته نيمن وفي الثاني عشر منه خرج مبكرا من خيمته التي نصب ذلك اليوم عند منحدر في الضفة اليسرى ورح يفحص بمنظاره تدفق جيوشه التي كانت تخرج من غابة فيل كوفيسكي لتنتشر على الجصور الثلاثة المقامة على نيمن وكان الجنود عارفين بوجود الإمبراطور يبحثون عنه بأنظارهم فإذا ما شاهدوه على المرتفع أمام خيمته منتحيا عن حاشيته شبحوا وهو في سترته الطويلة وعلى رأسه القبعة الصغيرة ألقوا في الهواء بقلانسهم الوبرة وهم يصيحون عاش الإمبراطور وظلت القطاعات تتضفق بالانقطاع من الغابة التي كانت تخفيها وتمر منقسمة من طريق الجصور الثلاثة إلى الضفة الأخرى وفي الثالث عشر جاءوا إلى نابوليون بحصان عربي أصيل فامتطاه وانتهى إلى واحد من جصور نيمن هربا وقد أصمته خلال الطريق الهتافات بحياته التي يحتملها لأنه ما كان يستطيع أن يحرم على جنوده الإعراب عن محبتهم له بهذا الشكل وكانت هذه الصيحات توقره كانت تحرفه عن المشاغل ذات الصيغة العسكرية التي كان فريسة لها منذ أن لحق بالجيش اجتاز النهر على واحد من الجصور المتهرزة وانحرف فجأة إلى اليسار ثم جرى على حصانه في طريق كوفنو كاوناس يسبقه قنصة من الحرس الراكب يستخفهم الفرح كانوا يشقون له طريقا خلال القطعات ولما وصل إلى شاطئ فيليا العريض توقف قرب فيلق من الفرسان البولونيين الذين كانوا مخيمين هناك أو مخيمين هناك هتف البولونيون بدورهم يحيى وفي غمرة حماستهم أفسدوا نظام الصف وتدافعوا بعضهم بعضا ليروه بشكل أفضل تأمل نابوليون النهر ثم ترجل عن حصانه وجلس على لوحين خشبيين على جانب الضفة ودون أن ينبس بكلمة حملوا له منظره بإشارة منه فأسنده على كتف واحد من أتباعه الذي هرع وتملأه الغبطة ورح يفحص الضفة المقابلة استغرق في دراسة الخريطة المنشورة على جذوع شجرة ودون أن يرفع رأسه نطق ببضع كلمات فحتى اتنان من مساعدي الميدان جواديهما نحو الفرسان البولونيين ولما وصل أحدهما إليهم صرت همهمة بين الصفوف ماذا قال؟ ماذا قال؟ كان الأمر ينص على البحث عن مخاضة وعبور النهر سأل زعيم الفرسان وكان رجلا مسنا أن يقل لباس وهو مدرج الوجه يتمتم من الثأر المساعد عما إذا كان يسمح له بعبور النهر سباحة دون التفكير في المخاضة ولقد التمس بدعر ظاهر خشية أن يرفض ملتمسه شأن الصبي الذي يسأل الإبن بامتطاع صهوة جواد أن يسمح له بتنفيذ هذه المأثرة تحت بصر الإمبراطور فأجاب المساعد بأن هذا لن يكون وهو لا ريب مستأل من هذه الغيرة المفرطة وفي الحال هز الضابط المسن دشار بين الطويلين سيفه وهتفه ملتمع العينين مشرق الأسارير فيفا يحيا ثم أعطى الأمر لجنوده أن يتبعوه وهمز حصانه واندفع نحو النهر ولما جمح الحصان شدد عليه بغضب وغاص في الماء متجها نحو موضع يكون الطيار فيه قويا وتبعه مئات من الفرسان ولكن ما إن بلغوا منتصف النهر حتى استبد بهم البرد والخوف فتعلق بعضهم ببعض وهم حيارا غرقت بعض الجياد وبعض الرجال كذلك وحاول آخرون أن يسبحوا وهم متشبتون بعضهم بسروج الجياد وبعضهم بأعرافها جاهدوا لبلوغ الشاطئ الآخر رغم أن هناك مخاضة على بعد خمسمائة متر من المكان لكنهم كانوا فخورين بأن يسبحوا وأن يغرقوا تحت أبصار ذلك الرجل الجالس على جدع شجرة الذي لم يكن ينظر حتى ما كانوا يفعلون ولما عاد المساعد العسكري انتهز فرصة مواتية ليلفت انتباه الإمبراطور إلى تفاني البولونيين في سبيل شخصه وحينئذ نهض الرجل ذو الرد نوغوت الرمادي واستدعى بيرتي ورح يتنزه معه على طول النهر وهو يعطيه أوامره ويلقي نظرات ساهمة مستاءة على أولئك الفرسان الذين كانوا يغرقون حاولوا لفت انتباهه عن الأعمال الجدية كان قانعا منذ زمن طويل أن وجوده في كل أركان العالم ابتداء من إفريقيا حتى قفاري موسكوفا يكهرب كل الرجال ويطير فيهم جنون التضحية لذلك فقد استحضر جواده وعاد إلى مخيمه وعلى الرغم من القوارب التي أرسلت لإنقاذهم فقد غرق حوالي أربعين فارسا وارتد معظمهم إلى الضفة أما الزعيم وعدد من الرجال فقد بلغوا بصعوبة الضفة الأخرى وما إذ ظهروا هناك بثيابهم المبللة المبللة بالماء حتى هتفوا فيفا وهم ينظرون إلى المكان الذي كان فيه نابوليون والذي لم يعد فيه شاعرين بالسعادة في المساء اتخذ قرارين الأول يهدف إلى سرعة استقدام نقد زائف معد لإدخاله إلى روسيا والثاني إعدام سكوسوني عثر معه على رسالة تحوي معلومات عن تحركات الجيش الفرنسي واتخذ الإمبراطور قرارا ثالثا ينص على تسمية الزعيم البولوني الذي اندفع في النهر دون أي ضرورة ملحة عضوا في جوقة الشرف التي كان هو رئيسها الفصل التاسع أسباب الحرب حشدت أوروبا وأعدت قوات عظيمة في الأشهر الأخيرة من عام 1811 وفي عام 1812 وجهت هذه القوات وتعدادها الملايين من الرجال بما في ذلك رجال النقل والتموين من الغرب إلى الشرق نحو الحدود الروسية حيث كانت تتجمع بالمثل القوات الروسية منذ أواء العام 1811 وفي الثاني عشر من حزيران اجتازت جيوش أوروبا الغربية الحدود وبدأت الحرب أي أنه وقع حدث مخالف للمنطق مخالف لكل طبيعة الإنسان ولقد ارتكبت هذه الملايين من الرجال بعضها في حق بعض عددا كبيرا من الكبائر والخدع والخيانات والصارقات وترويج النقد الزائف والنهب والسلب والحرائق والقتل تعجز وطائق كل محاكم العالم عن تقديم أمثلة مماثلة عنها خلال قرون كل هذا دون أن يعتبر فاعل هذه الردائر خلال تلك الحقبة من الزمن أنها جرائم بشعة فما الذي سبب هذا الحدث العجائبي وماذا كانت أسبابه إن المؤرخين يظهرون بتأكيد واضح أنها إهانات الضوق أولدنبرغ وخرق الحصاري البري وطمع نابوليون وعناد أليكساندر وأخطاء الدبلوماسية أي أنه لو كان الأمر كذلك كان يكفي لتفادي هذه الحرب أن يجتهد وأن يجتهد ميتريناخ أو رومانتسييف أو تاليين بين عشية وضحاها فيحرر مخابرة سياسية بارعة أو أن يكتب نابوليون إلى أليكساندر بكل بساطة سيدي أخي إنني أوافق على إعادة الضقية إلى ضقي أولدنبرغ يلاحظ أن هذه كانت وجهة نظر المعاصرين ويلاحظ كذلك أن نابوليون كان يعزو منشأ الواقعة إلى دسائس بريطانيا كما أعلن بذلك بكل صراحة في سانت هيلان ويلاحظ أن أعضاء مجلس النواب البريطاني القل مسؤولية على طمع الإمبراطور فالضوق أولدنبرغ لا بد أن يستجهد بالقسوة التي كان ضحية لها وبالمفاوضين والحصار الذي كان يجر الخراب على أوروبا والعسكريين القدماء وضرورة تقديم ما يشغلهم والمشرعين وصرعة إقامة المبادئ الطيبة والديبلوماسيين ووقع أن التحالف المعقود عام 1809 بين النمسا وروسيا لم يخفى بمهارة كافية على نابوليون بسبب رداءة تدبيج المذكرة ميراندوم رقم 1178 ويلاحظ أيضا أن المعاصرين وإذ استعانوا بكل هذه الأسباب وبعدد آخر تبعا للتباين المتناخف في وجهات النظر فإنها تبدو لنا نحن الأعقاب الذين نقدر هذا الحدث الهائل على كل رحابته ونتعمق في معناه البسيط بقدر ما هو رهيب أقل كفاية أن يكون الملايين من المسيحيين قد تألموا أو تذابحوا لأن نابوليون كان طمعا وأليكساندر عنيدا والسياسة بريطانيا ملتوية والضوق أودنبورغ مهانا أمر يستغلق علينا فهمه إننا لا نعقل أن هناك رباط يمكن أن يجمع بين هذه الظروف وبين جرائم القتل أو أعمال العنف ولا نرى كيف أن الإهانة الموجهة إلى ضوق قدرت على نقل الألوف من الرجال من جانب أوروبا إلى جانبها الآخر ليقتلوا وينهبوا سكان أقاليم سمول نيسك وموسكو أو ليقتلوا من قبلهم إن أسباب الحرب في نظرنا نحن الذين نمثل الأجيال المتعاقبة نحن الذين لسنا مؤرخين والذين لا نتيه في مضلة الاستقصاءات بل نستطيع أن نتفحص هذا الحدث بحس جلي أكثر من أن تحصى وكلما ازددنا تعمقا في البحث عن هذه الأسباب كلما تبدت لنا أكثر عددا وكل سبب نأخذه على حدة وكل مجموعة من الأسباب تبدو لنا بأن واحدة عادلة في نفسها خاطئة بسبب تفاهتها ومقارنتها بجسامة الحدث حتى لا تعجز عن الإتيان به دون أن تدخل الأسباب المطابقة الأخرى كلها فإذا كنا نستشهد برفض نابوليون إقاف قوته وراء الفيسو تول وإعادة أولدنبرغ فلماذا لا نستعرض كذلك رغبة أي كان من العرفاء الفرنسيين في التطوع من جديد أو رفضه لو أن نابوليون لم يعتبر الإنتواء وراء الفيسو تول مذلا لما تقدم بقواته ولما وقعت الحرب لكن لو أن رقباء كلهم رفضوا الخدمة لما وقعت الحرب أيضا كما أنه لو لا دسائس ووجود أولدنبرغ ولو أن أليكساندر لم يكن سريع الغضب ولم تكن روسيا حكومة أتقراطية ولو لم تقع الثورة الفرنسية وحكومات الإدارة والمملكة وأي شيء مما أدى إلى تلك الثورة إلى آخره فإن العدوان كان مستحيل الوقوع الواقع أن أفعال نابوليون وأليكساندر الذين كان كلامهما وحده يستطيعوا في الظاهر إطارتها الحدث أو حبسة كانت تساوي بتفاهة وزنها قيمة أفعال الجندي البسيط الذي كان القدر أو التجنيد يرغمه على خوض الحرب ما كان يمكن أن تكون غير ذلك لأنه لكي تتم مشيئة نابوليون أو أليكساندر المحكمين الظاهرين بالمقدر كان لابد من مساهمة الملابسات التي لا تحصى طالما أن الأمر ما كان ليقع لو استبعدت إحداها كان لابد لها الملايين من الرجال الذين كانت بين أيديهم القوة الفاعلة بوصفهم جنود القتال ونقل العتاد والمدافع أن يوافق جميعا على إمضاء مشيئة هذين الشخصين الضعيفين المنعزلين وأن يكونوا مستشردين بعدد لا يحصى من الأسباب المختلفة المركبة وعلى الرغم من أن نابوليون عام 1812 كان يعتقد أكثر من أي وقت مضى أن عليه وحده أن يتوقف في إهراق دمي شعوبه أو عدم إهراقه كما قال له أليكساندر في رسالته الأخيرة التي كتبها إليه فإنه كان أكثر من أي وقت مضى خدعا للقوانين الجبرية التي كانت تلزمه بتنفيذ عمل التاريخ العام الذي كان يجب حتما أن ينفذ وهي تترك لهم التوهم بأنه إنما يعمل وفقا لرغبته الشخصية تحرك رجال الغرب نحو رجال الشرق كي يقتل بعضهم بعضا وتبعا لقوانين توافق الأسباب كانت ألوف الأسباب الصغرى متفقة مع هذه الحركة خرق الحصار البري إهانات الضوق أولدنبرغ تسير الجيوش في بروسيا الذي كان نابوليون يفكر في الشروع فيه بغية تأمين سلام فحسب غرام إمبراطور الفرنسيين المتأصل بالحرب متفقا مع استعداد خاص من جانب شعبه الجاذبية المباشرة للتجهيزات الجسيمة والنفقات التي أوجبتها حاجة الحصول على فوائد لتغطية هذه النفقات استقبالات دريست المسكرة المفاوضات الدبلوماسية التي كان المعاصرون يظنون أنها تجري برغبة مخلصة للحصول على السلم والتي كانت في حقيقتها تسيء إلى أنانية هذا وذاك من الجانبين وملايين من الأسباب الأخرى كانت تساهم في إتمام الحادث لا شيء من كل ما تقدمه السبب ليس هنا إلا توافق أسباب مواتية لإنجاز أي تظاهرة أولية في الحياة العضوية هذا يؤكد أن نابوليون جاء إلى موسكو لأنه كان يريد ذلك وأنه وجد فيها خسرانه لأن أليكساندر كان قد اعتزم على إلحاق الخسارة به وذلك يؤكد أن جبلا زنته ألوف الأطنان قوض من قاعدته فانهار نتيجة لضربتي معول أخيرة من يد حفار الآخر كلاهما مخطئ ومصيب معا إن الرجال العظام المزعومين ليسوا في الواقع وفي الوقائة التاريخية إلا عنوين لا يربطها بالأحداث أي نوع من الصلاة رغم أنها تضفي أسماءها على تلك الأحداث عرفان وشكران في مساء ذلك اليوم مضى بير إلى منزل ماريا حيث يقيم ألو روستوف لينفذ مهمته كانت ناتاشا في السرير والكونت في النادي أعطى بير الرسائل إلى سونيا وذهب إلى غرفة ماريا ديمتريفنا التي كانت تريد أن تعرف كيف استقبل الأمير أندريا النبأ وبعد عشر دقائق جاءت سونيا تلحق به وقالت إن ناتاشا تريد رؤية الكانت بير دون تأخير اعترضت ماريا ديمتريفنا قائلة هل يمكن حقا إدخاله إلى غرفتها؟ إن كل شيء فوضى فوضى مخيفة قالت سونيا إنها مرتدية ثيابها وتنتظر في البهو هزت ماريا ديمتريفنا كتفيها باستسلام قالت توصي بير متى ستصل الكونتست أخيرا؟ إنني ما عدت أحتمل حادر أن تقول لها كلمة لا يجد المرء الشجاعة على توبيخها إنها تستدير الشفقة وقفت ناتاشا وسط البهو جامدة وهي شحبة الوجه مهزولة كئيبة ولكن ولدهشة بير في غير خجل فلما ظهر على العتبة انتبهت تراب ظاهر ترددت بين أن تتقدم نحوه وبين أن تنتظره حتى بير الخطى ظن أنها ستمد إليه يدها كعادتها لكنها بعد أن تقدمت نحوه توقفت منهارة متدلية الذراعين واتخذت مثل تلك الوقفة التي اعتادت عليها من قبل حينما كانت تتوسط قاعة الرقص لتغني لم يتغير فيها إلا أمارة وجهها شرعت تقول بصوت اللهذ بير كيرلالوفيتش إن الأمير بولوكونسكي صديقك ثم صححت قولها وقد بدى لها أن كل شيء يخص الماضي وحده إنه لا يزال صديقك لقد قال لي من قبل أن أتصل بك كان بير يصغي إليها مبهور الأنفاس لقد أتقلها حتى تلك اللحظة باللوم والتعنيف في سره بل إنه قرر أن يحتقرها أما الآن فعلى العكس لقد أخذت الشفقة تتصرب إلى قلبه طاردة كل فكرة توبيخ إنه هنا قل له قل له أن يصفح عني توقفت لاهتة ولكن جفت العينين قال بير نعم سأقول له لكن ولم يدري ماذا يضيف قالت ناتاشا بحدة وقد روعتها الفكرة التي قد تكون قد مرت برأس بير أوه إنني أعرف أن كل شيء قد انتهى انتهى إلى الأبد إن ما يعذبني هو الألم الذي سببته له قل له فقط إنني أتوصل إليه أن يغفر لي أن يغفر لي كل شيء واكتسحت كيانها رعدة عصبية فمضت تتهالك على كرسي اجتحت الشفقة قلب بير لم يشعر قط من قبل بشيء من هذا القبيل قال لها سأقول له ذلك سأقول له كل شيء ذات مرة لكنني وددت أن أعرف شيئا سألته نظرة الصونية أنت عرف ماذا؟ وددت أن أعرف ماذا ماذا إذا كنت قد أحببت وارتج عليه فلم يعود يعرف كيف يصف آناطول بل إن وجهه إحمر لمجرد التفكير فيه إذا كنت قد أحببت ذلك الرجل الملحط قالت ناتاشا لا تسميه هكذا لا أدري شيئا لم أعد أدري شيئا وانخرطت في البكاء اعتلج شعور بالإشفاق والحنو والحب في نفس بيار وأحس بالدموع تطرف تحت ناظرته فراح يخشى أن تلاحظها وقال لنكف عن البحث في هذا يا صديقتي أضطر ذلك الصوت الرقيق الحاني المضطرب في نفس ناتاشا فجأة لنكف عن البحث يا صديقتي سوف أقول له شيئا أطلب إليك فقط أن تعتبريني بعد الآن صديقك فإذا احتجت إلى مساعدة أو نصح وإذا أردت أن تنفسي أما في صدرك ليس الآن ولكن عندما تجدين أن كل شيء قد عاد واضحا في سريرتك تذكريني وأمسك بيدها وقبلها ثم قال إنني ساعد لأنني أستطيع واضطرب بيار هتفت ناتاشا لا تحدثني هكذا إنني لا أستحق ذلك وأردت أن تنصرف لكن بيار استوقفها كان يعرف أن في نفسه شيئا أخر يقوله لكنه ما كاد ينطق بيها وبما أراد حتى أذهشته كلماته قال لها لا تقولي هذا إن أمامك عمرا كاملا أجابت وهي تحاول أن تنقص من قيمة نفسها أنا كلا لقد ضاع كل شيء ضاع كل شيء أتظنين؟ حسنا لو أنني لم أكن أنا لو كنت أجمل وأذكى وأفضل الرجال لو كنت مالكا لحريتي لما ترددت لحظة عن الرقوع أمامك أمامك طالبا يدك وحبك درفت ناتاشا لأول مرة منذ أيام طاولة دموع التحان وشكران شكرته بنظرة وخرجت خرج بير أيضا أو على الأحرى فر حتى بلغت ديهليز وهو يمسك دموع السعادة التي كانت تخنقه ارتدى فروته كيفما اتفق وركب زحافته وسأله الحوذي أين يجب أن نذهب الآن؟ تسأل بير أين يمكنني أن أذهب؟ إلى النادي عند أصدقاء مستحيل بدى له كل شيء شديد الحقارة والدناءة بالنسبة إلى ذلك الشعور بالحنان والحب الذي استسلم له بالنسبة إلى نظرة العرفان تلك التي منحتها له نتاشا خلال دموعها قال إلى البيت وعلى الرغم من درجات البرد فقد أزاح فروته المصنوعة من جل الدب عن صدره العريض ورح يتنفس بغبطه كان وقت سقيع منعش والسماء الدكنة مزروعة بالنجوم وعندما وصل إلى ساحة أربات إن حصر أمام عينيه فراغ كبير من القبة المنجمة وفي كبيد السماء فوق جادة بريتيشتينسكي تماما وسط موكب من النجوم امتاز عنها بضيائه بضيائه الأبيض وتجاوره الشديد وديله الطويل المرتفع عند طرفه ظهر المذنب الكبير اللامع مذنب عام 1812 الذي زعموا أنه ينبئ بالأهوال الكثيرة بل وبانتهاء العالم لكن لكن تلك النجمة الهائلة المشعة ذات الذنب المضيئ لم توقت في نفس بير أي رعب بل على العكس رح يتأملها فرحا بعينيه المخضلتين المخضلتين بالدموع وكان بير يجد علاقات غامضة بين بهاء هذا الكوكب وبعث روحه المتعطفة المتفتحة لحياة جديدة صفر آناتول غادر بير في الحال دون أن يوافق على البقاء لتناول طعام الغداء مضى يبحث عن آناتول كوراجين الذي بات اسمه وحده يكفي لرد الدماء إلى قلبه وبهر أنفاسه وبعد أن بحث عنه عبثا ذهب إلى النادي هناك كان كل شيء يسير وفق مألوف العادة والأعضاء الذين توافدوا لتناول الغداء كانوا جالسين جماعات جماعات يتحدثون فيما بينهم فتبادلوا مع بير التحيات المناسبة جاء خادم عليهم بطباعه يعلمه وهو ينحني أمامه أن مكانه محجوز في قاعة الطعام الصغرى وأن الأمير أن أن موجود في المكتبة وأن تي تي لم يصل بعد سألته واحدة من معارفه في أثناء حديثها عن المطر والطقس الجميل وعما إذا كان بلغه شيء عن اختطاف الأنسة روستوف من قبل كوراجين وهل هذه الشائعة التي باتت تسري في المدينة حقيقية أم لا أجابها بير وهو يضحك أنها محظو اختلاق لأنه خرج لتوهي من لدن أهل روستوف ولما راح يستفسر عن أناتول وزملائه أخبره أحدهم بأنه لم يحضر بعد وأكد له آخر أنه سيأتي لتناول الغداء أخذ بير يتأمل هذه الجماعة من الأشخاص الهادئين اللامبالين الذين ما كانوا يخمنون ما يضور في خلده بشعور غريب تجول بعض الوقت في الأبهاء لكنه لما رأى أن كل المواظبين على النادي حضروا ما عاد أناتول أمسك عن تناول الطعام وعاد إلى مسكنه أما أناتول هذا الذي كان بير يبحث عنه فقد كان يتناول طعامه ذلك اليوم عند دولخوف ويستشيره عن الوسائل الكفيرة بمعالجة الخطة التي فشلت خيل إليه أن مقابلة جديدة مع الأنسة رستوف ضرورية وعلى ذلك فقد مضى ذلك المساء إلى منزل أخته ليسألها تدخلها ولما عاد بير إلى مسكنه بعد أن جاب نواحي موسك عبتا أعلمه الخادم أن الأمير أناتول فازيليفيتش عند الكونترست وكان بهو هذه غصا بالناس ودون أن يحيي زوجته التي لم يكن رأاها منذ عودته لأنها أصبحت في تلك اللحظة مكرهة منه أكثر من أي وقت مضى دخل بير إلى البهو فلمح أناتول ومضى إليه مباشرة قالت الكونتست وهي تقترب آه بير إنك لا تدري في أي موقف ألقى أناتول أناتولونا بنفسه فيه قطعت جملتها وهي ترى في رأس زوجها المطرق وعينيه الملتمعتين ومشيته الحازمة إشارات مخيفة تدل على الغضب الذي خبرت نتائجه بعد المبارزة مع دولوخوف قال بير لزوجته أينما تكونين لا تكون إلا الجرائم وأضاف بالفرنسية محدثا أناتول أناتول تعال يجب أن أكلمك وبعد أن ألقى أناتول نظرة على أخته نهض بوداعة وتابعة بير وأمسكه هذا بدراعه وجره خارج البهو همت هيلين أن تدخل وغمغمت إذا سمحت لنفسك في بهو مسكاني لكن بير خرج دون أن يدعها تتم عباراتها تبعه أناتول بخطواته المتينة لكن تقاسيم وجهه اكتست بالقلق أغلق بير باب مكتبه وراءه وقال له فجأة دون أن ينظر إليه لكن لقد وعت ناتاشا روستوف أن تتزوجها وكنت تريد اختطافها أجاب أناتول بالفرنسية وهي اللغة التي دار كل هذا الحديث بها يا عزيزي لأظنني مضطرا إلى الإجابة عن أسئلة تطرح علي بهذه اللهجة كدر الغضب وجه بير الممتقع من قبل فأمسك بيده العريضة أناتول مع عياقته وهزه في كل اتجاهات حتى اكتسى وجهه برعب كاف وكرر أقول لك إنه يجب أن أكلمك قال أناتول وهو يتلمس على ياقته زرا اقتلعه بير مع قطعة من القماش ولكن إن هذا مخالف للصواب هتف بير بلهجة تعظيم اضطره إليها استعمال اللغة الفرنسية إنك أحطت الصعالك لست أدري ماذا يوقفني عن تحطيم رأسك بهذه وأمسك بالتقل الذي يضعه على أوراق فوق المكتب ورفعه مهدداً ثم عاد فوضعه هل وعدتها بالزواج؟ كلا على ما أعلم ثم كيف يمكنني صرف مثل هذا الوعد طالما قال بير وهو يسير نحوه هل لديك رسائل منها؟ هل لديك رسائل؟ نظر إليه أناتول ثم بحث على الفور في جيبه وأخرج حافظة أوراقه أخذ بير الرسالة التي قدمها أناتول إليه ودفع مائدة كانت تعق طريقة ثم انهار على الأريكة قال رداً على حركة جزعة من أناتول لن أكون قاسياً لا تخش شيئاً وتابع وكأنه يتذكر درساً حافظه الرسائل و وبعد صمت قصير استأنف وهو يدرع الحجرة والشيء الآخر يجب أن تغادر موسكو منذ الغد ولكن كيف أستطيع؟ أضف بير دون أن يصغي إليه وفي المقام الثالث يجب أن لا تنبس بكلمة واحدة إلى كائن من كان عما وقع بين الكونتست وبينك إن هذا لا أستطيع أن أملعك عنه وأنا أعرف ذلك لكنه إذا بقي لديك ذرة من الوجدان توقف عن الحديث واستمر في تجواله صامتاً توقف عن الحديث عفواً واستمر في تجواله صامتاً بينما جلس أناتول إلى المائدة وقطب حاجبه وراح يعد شفته لقد حان الوقت لتعرف أن خارج حدود ملداتك المفضلة يقوم شرف الآخرين وراحتهم وأنك تدمر وجوداً بكامله في غمار تسليتك تسلى ما شئت مع النساء اللواتي من نوع زوجتي إنهم يعرفن ما تريده منهم وهنا مسلحات ضدك بتجارب الفجور نفسها التي أنت متسلح بها أما أن تعيد فتاة بالزواج أن تخدعها أن تغرر بها ألا تفهم أنها ندالة أن يضرب المرء كهلاً أو طفلاً توقف بيير وراح يسأل أناتول بنظرة اختفى منها الغضب قال أناتول وهو يستعيد جرأته كلما استعاد بيير هدوءه هذا ما لا أعرفه هذا ما لا أعرفه ولا أريد أن أعرفه ثم ألمح وهو ينظر إليه وقد صدرت عن ضقنه حركة عصبية لكنك قلت لي أشياء مهينة واستعملت كلمة نذل وكلمات أخرى تجعلني بوصفي رجلاً شريفاً لا أسمح لأحد بقولها لم يدرك بيير إلى أي هدف يرمي أخو زوجته فراح يتأمله بدهشة استرسل أناتول وعلى الرغم من أن هذا قيل في خلوة بيننا فإنني لا أستطيع مع ذلك قال بيير بلهجة ساخرة أظن أنك تطلب ترضية مني يمكنك على الأقل أن تصحح عباراتك على ما أظن إذا شئت أن أتصرف وفق رغباتك قال بيير وهو ينظر إلى الزر المنزوع ليكن إنني أسحب أقوالي وأرجوك أن تعذرني بل حتى إذا كنت في حاجة إلى المال للسفر علت شفتي أناتول ابتسامة أسخط تعبيرها الواضع الوجل بيير لقد شاهد مثلها على شفتي زوجته وهتف يا للعنصر الدني عادي من الرحمة وترك أناتول الذي سفر في اليوم التالي إلى بيترسبورغ مذهولا في مكانه عودة الأمير أندريا عاد بيير إلى منزل ماريا ديمترييفنا ليبلغها أن رغباتها قد تحققت لقد غادر كورا جين موسكو وجد في المنزل حركة غير طبيعية كانت ناتاشا مريضة جدا أطلعته ماريا بشرط أن يكتم السر على أن ناتاشا شربت الزرنيخ الذي حصلت عليه بالسر في اليوم ذاته الذي أحيطت فيه علما بنبأ زواج أناتول مع ذلك فإنه لم تكد أن تبتلع السم بكمية قليلة حتى أيقضت سونيا واعترفت لها بفعلتها اتخذت إجراءات حاسمة في حينها فأنقذت حياتها لكنها لا تزال في حالة من الضعف لا يمكن معها أن تلقل إلى الريف لذلك فقد أرسلوا يطلبون الكانتس قدم بيير وقدم واجباته للكانت الذي كان في منتهى لوهن ولسونيا التي كانت غارقة في دموعها لكنه لم يستطع رؤية ناتاشا تغدى ذلك اليوم في النادي ولما كان اختطاف الآنسة روستوف الذي لم يتتم موضوع الأحاديث فقد أعلن تكذب النبأ بشدة مؤكدا أن هذه الإشاعات مبعاتها طلب زواج سخيف تقدم به أخو زوجته قدر بيير أن من واجبه أن ينقض سمعة الآنسة روستوف بهذه الكذبة انتظر بحرارة عودة الأمير أندريا فكان يتزود كل يوم بالأخبار عنه من الأمير العجوز وكانت الآنسة بورين قد اطلعت وأطلعت هذا الأخير على الشائعات التي راجت مؤخرا في المدينة وكذلك كان قد اطلع على الكلمة التي كتبتها ناتاشا إلى ماريا تحل فيها الأمير أندريا من وعده فكان أكثر ابتهاجا من عادته يتلهف إلى عودة ابنه بنفاذ صبر وبعد أيام على رحيل آناتول تلقى بيير كلمة من الأمير أندريا يعلمه فيها بنبأ عودته ويرجوه أن يزوره في منزله سرقت الآنسة بورين رسالة ناتاشا إلى ماريا من هذه الأخيرة وأعطتها للأمير العجوز فبادر هذا إلى إطلاع ابنه عليها وهو لما يصل بعد وقص عليه بالتفصيل كل الشائعات الرائجة حول محاولة اختطاف ناتاشا هرع بيير منذ صباح اليوم التالي إلى منزل صديقه كان يتوقع أن يجده في حالة وفي حال قريب من حالة ناتاشا لكنه لذهشته سمع من البهو صوت أندريا المجلجل ينبعت من مكتب أبيه وهو يقص بحماسة دسيسة بيترسبورغية كان الأمير العجوز وشخص آخر يقاطعانه من حين إلى آخر جاءت الأميرة ماريا تستقبل بيير أطلقت زفرة وهي تشير بنظرها إلى باب المكتب ولا شك أنها أرادت بتلك النظرة التي تعبر عن مدى رثائها لأخيها لكن بيير لاحظ بوضوح أنها راضية تماما عن خيانة ناتاشا وعن الطريقة التي استقبل بها أخوها واستقبل بها أخوها النبأ قالت لقد قال إنه كان يتوقع ذلك لا شك في أنك برياءه لا تسمح له أن يطلق العنان لعواطفه لكنه على كل حال يحتمل الأمر أفضل أفضل بكثير مما كنت أظن قال بيير ولكن هل الانفصال حقيقي؟ نظرت إليه ماريا بدهول لم تكن تعتقد أن مثل هذا السؤال جدير بأن يطرح دخل بيير إلى المكتب رأى الأمير أندريا جالسا أمام أبيه والأمير مشتري تشيتسكي في ثياب مدنية يناقش بحرارة ويحرك ذراعيه بنشاط تبدل تبدلا كبيرا وبدأ في صحة أفضل لكن غضنا جديدا جاء يقطع جبينه بين حاجبيه كانوا يتحدثون عن خبر الساعة نفى سبيرانسكي وخيانته المزعومة كان أندريا يقول إن كل من كان منذ شهر يرفعه فوق السحب رجمه اليوم بالحجر بالحجر الأول إنهم الآن ينضمون إلى أولئك الذين كانوا عاجزين عن فهم خططه ومراميه إن من السهل جدا الحكم على رجل مغضوب عليه وتحمله أخطاء للآخرين كلها حسنا إنني أزعم أنه إذا حصل شيء نافع في هذا العهد فإن الفضل فيه يعود إليه توقف لدى رؤية بير وانتقع وجهه ثم اتخذ على الفور سمة خبيثة وعقب ولسوف تنصفه الأجيال القادمة ثم التفت إلى بير وقال بحمسة بينما ازداد غضن جبينه بروزا آه حسنا كيف حالك؟ إنك تسمن بالطراد وأجاب على سؤال بير على صحته بابتسامة مريرة نعم إن صحتي جيدة فشعر بير بتلك الابتسامة بما يلي نعم إن صحتي جيدة ولكن ما من أحد يشغل باله بصحتي يشغل باله بصحتي عفوا وبعد أن تبادل مع صديقه بضع كلمات على حالة الطرق المريعة اعتبارا من الحدود البولونية وعن معارف بير الذين التقى بهم في سويسرا وعن المدعو السيد ديسال الذي جاء به من الخارج ليشرف على تطقيف ولده عاد أندريا يتدخل بحماسة في المحادثة المستمرة بين الشيخين قال بهمية إذا كانت هناك خيانة أو كانت هناك أذلة على تواطئ سبيرانسكي مع نابوليون فإنها كانت ستعلن رسميا إنني لا أحب سبيرانسكي ولم أحبه قط ولكن يجب أن يكون المرء عادلا تعرف بير على بادلة لم يراها تظهر على صديقه من قبل ألا وهي الحاجة إلى الحركة والاندفاع في مناقشات شائكة بقصد نسيان أفكاري لشخصية شديدة الإيلان بعد أن ذهب الأمير ميشتشيراتسكي قاد أندريا صديقه بير من ذراعه وأنخله إلى الحجرة التي خصصت له كان هناك سرير وحقائب وصنادق مفتوحة تضيق بها الغرفة إنحنى أندريا على أحدها وأمسك بصندوق صغير أخرج منه حزمة ملفوفة بالورق قام بذلك بسرعة كلية ودون أن ينطق بكلمة ثم استوى وهو يسعر سعالا خفيفا ووجهه كالح وشفته مضمومتان بعنف قال اعذرني عن إزعاجي لك فهم أندريا أنه يريد أن يحدثه عن ناتاشا فازداد انفعاله خصوصا عندما رأى أن وجهه مطبوع بالحزن قال بصوت قاسي منفر إن الكونتست روستوف قد سحبت كلمتها بل إنني سمعت أن أخا أن أخا زوجتك طلب يدها أو شيئا من هذا القبيل هم بير أن يقول موضحا هذا صحيح دون أدنى شك لكن أندريا قطعه قائلا ها هي رسائلها وصورتها وأخذ عن المندضة الحزمة الملفوفة ومدها إلى بير وقال أعيد هذه إلى الكونتست عندما تقابلها إنها مريضة جدا فقال أندريا بحدة آه إنها لا تزال هنا والأمير أناتول قوراجين لقد رحل منذ زمن لقد كانت مشرفة على الموت قال أندريا بابتسامة باردة خبيثة تذكره بابتسامة أبي إن مرضها يؤلمني أشد الألم ولا شك في أن السيد كوراجين لم يجدها جديرة بالزواج منه قال بير لم يكن يستطيع الزواج منها لأنه متزوج من قبل هتف أندريا كأبيه تماما وهل أستطيع أن أعرف أين هو السيد أخو زوجتك الآن لقد رحل إلى بيتر في الحقيقة لست أدري شيئا عن مكانه استأنف أندريا هذا غير مهم على كل حال قل عن لساني للكونتست روستوف إنني أتمنى لها كل السعادة أخذ بير حزمة الرسائل فسأله أندريا بنظره وكأنه تذكر أن لديه شيئا لم يقوله بعد أو كأنه كان ينتظر أن يقول بير شيئا قال هذا الأخير أصغي إلي إنك ولا شك لم تنسى نقاشنا في بيترسبورغ تذكر فبدر أندريا يجيب إنني أذكر قلت لك حين ذاك إنه يجب أن يغفر للمرأة التي سقطت لكنني لم أقل إنني أستطيع أن أغفر لها إنني لا أستطيع الصفحة عنها قال بير هل يمكننا المقارنة؟ لكن أندريا قطعه صائحا بلهجة حادة نعم أن أطلب يدها من جديد وأن أبرهن عن مرؤتي وشهامتي وأشياء أخرى من هذا القبيل لا شك أن ذلك غاية في النبل لكنني لا أشعر بقدرتي على السير فوق بقايا حطام السيد إذا كنت تريد الإبقاء على صدقتي فلا تحدثني بعد اليوم أبدا عن هذه عن كل هذا والآن الوداع لقد اتفقنا سوف تعيد إليها عاد بير ليقابل الأمير العجوز وابنته بدى العجوز أكثر تيقدا من عادته لكن ماريا كانت على حالها بيد أن بير لاحظ أنها رغم رتائها لحال أخيها كانت مختبطة لفشل هذا الزواج فهم وهو يراقبها مبلغ الإشمئزازي الذي يعمر به قلبهما حيال آل رستوف وأحس أنه لا يمكن بعد الآن أن ينطق اسمهم في حضرتهما اسم تلك التي استطاعت لأي دافع كان أن تخون الأمير أندريا صدمة الحقيقة منذ أن حتت زوجته في موسكو فكر بير في السفر إلى أي مكان بقصد الخلاص من وجودها معه وبعد وصول آل رستوف بقليل عجل الأثر العنيف الذي خلفته ناتاشا في نفسه في رحيله سفر إلى تيفير عند أرمالة جوزيف أليكسييفيتش التي وعدت منذ زمن طويل أن تأهد إليه بأوراق المرحوم ما إن وصل عائدا إلى موسكو حتى تسلم من ماريا ديميترييفنا رسالة ترجوه فيها أن يعرج على مسكانها قليلا لتبحث معه في مسألة صغيرة هامة تتعلق بأندريا بولوكونسكي ومخطوبته كان بير يتجنب لقاء ناتاشا لأنها توحي إليه على ما يبدو شعورا أعنف مما يجب أن يحس به أن يحس به رجل متزوج إزاء مخطوبة صديقه مع ذلك فقد بدأ كأن القدر يتصرف بمكر اللذيذ فيتعمد الجميع بينهما فكر وهو يرتدي تيابه ليدهب إلى مسكان ماريا ديميترييفنا ماذا حدث؟ كيف يمكنني أن أكون نافعا في هذه المسألة؟ وبينما هو في الطريق حدث نفسه ليعد أندريا بسرعة وليتزوجها بأسرع ما يمكن وفي جادة تيفيير استوقفه بعضهم وهتف به صوت معروف بير هل عدت منذ زمن طويل؟ ومر جوادان أشهبان يعدوان وهما يثيران في عدوهما زوباحة من التلج على مقدمة الزحافة الأنيقة التي يقطرانها كان آناتول جالسا في تلك الزحافة مع ماكرين كان يجلس فيها جلسة العسكريين المارحين الكلاسيكية وهو منتصب الظهر يخفي أسفل وجهه في ياقته المصنوعة من فراء ثعلب الماء ورأسه حدث بير نفسه آه هو ذا عقل حقيقي إنه لا ينظر إلى أبعد من بهجته الحاضرة ولما كان لا يعرف الغم والهم فإنه جدل أبدا سعيد وهادئ إنني أتخلى عن الشيء الكثير لأصبح مثله وكان في اعترافه هذا لون من الابتهاج في دهليزين لمسكن ماريا ديمترييفنا قال الخادم الذي نزع عن بير فروته إن السيدة ترجوه أن يتفضل إلى حجرة نومها وبينما هو يفتح باب البهو الكبير شهد ناتاشا جالسة إلى نافذة ووجهها ممتقع مهزول قطبت حاجبيها لدى رؤيته وانسحبت وهي تتصنع تحفظا باردا سأل بير وهو يدخل حجرة ماريا ماذا حدث؟ أشياء مريعة إنني في الحياة منذ ثمانية وخمسين عاما ولم أرى مثل هذا الشيء الفاضح وبعد أن استحلفته كتمان السر أخبرته أن ناتاشا قطعت علاقتها بخطيبها دون موافقة أبويها وأن ذلك جراء خطأ أناتول كوراجين الذي قدمته إليها أخته سوجة بير والذي توطعت معه على الفرار في أثناء غياب أبيها لتتزوج به سرا دل بير حاني الظهر فغير الفم لا يصدق ما يسمع كيف؟ ناتاشا مخطوبة الأمير أندريا التي يحبها أعمق الحب روستوف الرائع تفضل عليه ذلك السفيه أناتول المتزوج من قبل لأن بير كان يعرف قصة زواجه السري وتتدلله بذلك الأحمق إلى درجة موافقتها على أن يختطفها كلا ما كان بير يثق فهم ذلك حتى ولو تقبله ما كان يمكن للدناءة والغباء والخيانة أن تجتمع في عقله مع ذكر تلك المخلوقة الرائعة التي يعرفها منذ طفولتها فكر حينئذ بزوجته بالدات وحدث نفسه وهو يفكر في أنه ليس الوحيد الذي تزوج من امرأة رديئة كلهن سواء خلال ذلك شعر بغصص الدم في حلقه لفرط انفعاله والطرابه على مصير الأمير أندريا كيف ستجرح كبرياءه ويتألم وبقدر ما كان إشفاقه على صديقه يتزايد كان شعور الاحتقار بل والحقد على نتاشا هذه التي مرت منذ حين أمامه متصنعة الكبرية والترفع لكنه كان يجهل أن روح نتاشا كانت غارقة في تلك اللحظة في أعماق الخجل واليأس وأن تلك البرودة القاسية لم تقن إلا قناعا يختفي وجهها وراءه دون أن يكون لإرادتها دخل في هذه المسألة هتف عندما بلغت ماريا ديمتريفن هذا الحد يتزوجها لكن هذا مستحيل إنه متزوج من قبل خير إنه وغض كامل الفتاة إنه سافل كامل وهي تنتظره منذ يومين وهي تنتظره على الأقل سوف تقف عن الانتظار فينبغي إعلامها وبعد أن اطلعت على تفاصيل زواج أناتول وفتأت غضبها بسباب عنيف أوضحت ماريا ديمتريفن لبيير السبب الذي دعته من أجله إنها تخشى أن يطلع الكنت أو بولو كونسكي الذي باتت عودته قريبة منتظره على المغامرة التي قررت إخفاء أمرها فيدعواني آناتول إلى المبارزة لذلك ترجو بيير أن يطلب باسمه إلى كوراجين هذا أن يغادر موسكو وأن لا يعود إلى الظهور أمامها وبعد أن وعب بير الخطر الذي يهدد الكنت العجوز والأمير أندريا معا وعدها بأن يعمل وفق إرشادتها وبعد أن شرحت له بكلمات موجزة مختصرة ما تنتظره منه أرسلته إلى البهو وقالت له ولكن انتبه جيدا إن الكنت لا يعلم شيئا تظاهر بالجهل خلال ذلك سأخطرها أنه ليس لديها ما تنتظره وبعد أن انصرف بير هتفت في أعقابه متمتمة وبقى لتناول الغداء إذا رقل كذلك رأى بير في البهو الكنت العجوز منقلب السحنة كانت ناتاشا قد أطلعته منذ حين على أنها فصلت خطوبتها إلى بولوغانسكي قال له آهن يا عزيزي إنها مصيبة حقيقية عندما تكون البنية بعيدة عن أمها كم أنا نادم على رحلة هذه سأكون صريحا معك هل تصدق؟ لقد قطعت علاقتها ببولوغانسكي دون أن تستشير أحدا والحقيقة أن هذا الزواج لم يفتن قط إنه بكل تأكيد شاب مستقيم لكنه لا يمكن أن يكون سعيدا إذا تجاوز مشيئة أبيه ثم إن ناتاشا لا تشكو قلة الراغبين في زواجها لكن هذا طال منذ أمد بعيد كيف استطاعت أن تتصرف مثل هذا التصرف دون أن تتفوه بكلمة لأبيها أو لأمها وهي هي الآن مريضة والله يعلم ما بها آه يا للتعاسة يا كونت عندما تكون الفتيات بعيدات عن أمهاتهن ولما لاحظ بير اضطراب الكونت حاول عابة أن يدير دفة الحديث لكن العجوز كان يرجع أبدا إلى هذه المسألة ظهرت سونيا على عتبة البهو مغتمة وقالت إن ناتاشا في صحة سيئة وتريد رؤيتك في غرفتها إن ماريا ديمترييفنا هناك معها وهي ترجوك كذلك أن تحضر قال الكونت آه صحيح إنه صديق صديق حميم لبولا كونسكي لعلها تريد أن تحملك رسالة ما إليه آه يا إلهي يا إلهي لقد كان كل شيء على ما يرام وانسحب الكونت كانت ماريا قد أطلعت ناتاشا على قصة زواج آناتول فلم تصدق ناتاشا وسألت الكونت أن يؤكد لها ذلك هذا ما أطلعت سونيا بير عليه في أثناء مرافقتها له عبر المماشي كانت ناتاشا جالسة بجانب ماريا وهي دائمة الامتقاع واتجاههم وما إذ ظهرت بير على عتبة الباب حتى سألته بنظرة محمومة لماذا تبتسم له ولم تومئ برأسها لم تبدي نحوه إلا تلك النظرة وتلك النظرة كانت تعني هل هو صديق لأناتول أم عدو له كالآخرين أما بير نفسه فلا شك في أنه لم يكن يشغل حيزا في تفكيرها قالت ماريا ديمتريفنا لناتاشا وهي تشير إلى بير إنه يعرف كل شيء أجالت ناتاشا الطرفة عن وجهه إلى آخر أشبه بالحيوان الحبيس الذي يرى الكلاب والصيادين محيقين به يقتربون شرع بير يقول وهو مطرق برأسه لأنه كان يحس بإشفاق عميق عليها وبشمئزاز عنيف للعمل الذي قامت به ناتاليا إليني تشينا لا يهمك أن يكون ذلك صحيحا أم لا طالما أنه ثم صمتت إذن ليس صحيحا أنه متزوج بل إنه متزوج إنه متزوج ومنذ متى تقسم بشرفك؟ أقسم لها بير بشرفه سألته بعنف ألا يزال هنا؟ نعم لقد رأيته منذ حين لم تقوى على متابعة الحديث فأشارت بيدها أن اخرجوا نابوليون في روسيا كان إمبراطور روسيا في تلك الأثناء في فيلنا ويلنو منذ أكثر من شهر حيث كان يتفقد جيوشه ويشاهد مناورات عسكرية كان الناس كلهم يتوقعون الحرب ولقد غادر الإمبراطور بيترسبيرغ عامدا ليعد العدة لها مع أنه لم يكن هناك شيء بعد لم تكن لديه خطة عامة للعمليات ولقد عرض عليه عدد منها ولكن دون أن يتبنى إحداها وكلما أطل أليكساندر مقامه كلما ازدادت وازداد البلبال في اتخاذ ما يجب اتخاذه وكان لكل جيش من الجيوش الثلاثة قائده الأعلى ولكن لم يكن هناك قائد أعلى لها وكان الإمبراطور يرفض الاطلاع بهذا المنصب الرفيع كان الوقت يمضي في انتظار غير مجد والسأم يزيد في إعاقة الاستعدادات يوما بعد يوم وحاشية جلالته تبدو صارفة كل عنايتها إلى تمضية الوقت على أحسن وجه ونسيان خطر الحرب الوشيكة وبعد عديد من الحفلات الراقصة والأعياد التي أقامها الأشراف البولونيون والرجال الحاشية والإمبراطور نفسه واتت أحد المساعدين العسكريين من الجنرالات البولونيين في شهر حزيران فكرة إقامة مأدبة عشاء وحفلة راقصة على شرف جلالته باسم كل زملائه وقد قُبلت هذه الفكرة بحماسة وأبدى الإمبراطور قبوله ففتح المساعدون العسكريون الجنرالات حملة الاكتتاب ولما كان الكونت بينجيسن الذي كانت أملكه وقعة قرب إقليم فيلا قد وضع تحت تصرف المنظمين قصره في زاكرت فقد تقرر أن يتم العيد الذي يشمل العشاء والحفلة الراقصة والنزهة على الماء والنيران الإصطناعية يوم الثالث عشر من حزيران إذن في اليوم الذي أعطى فيه نابوليون الأمر باجتياز نيمن والذي راحت طلائعه ترد القوقازيين فيه وتنتهك حرمة الحدود الروسية كان أليكساندر يمضي الصهرة عند الكانت بينيكسن مدعوا من قبل مساعده العسكريين كان الاحتفال مارحا رائعا وقد أكد العارفون أنهم لم يروا من قبل قط هذا العدد من النساء الجميلات مجتمعات وكانت الكنتست في زخوف التي تبعت الإمبراطور إلى فيلنا ترافقها سيدات روسيات أخريات تكسف بجمالها الروسي المطرف جمال البولونيات الأكثر رقة ولطفا ولقد لفتت إليها الأنظار وشرفها الإمبراطور بمراقصتها وكان بوريس دروبوتسكوي هناك أيضا عزبا كما كان يقول لأنه ترك زوجته في موسكو وعلى الرغم من أنه لم يكن قط مساعدا أسكريا جنرالا فقد ساهم رغم ذلك بمبلغ كبير من الاكتتاب كان حين ذاك قد أضحى رجلا غنيا متقدما جدا في طريق المراتب والمناصب بعيدا عن البحث عن من يحميه يعامل أرفع معاصره معاملة ند للند ولقد وجد هالان في فيلنا وهو الذي فقد آثارها منذ بضعة أيام وكان الماضي منسيا ولكن بما أن هالان كانت تتمتع بالتفاتة شخصية سامية وأفضلها وكان بوريس متزوجا منذ بعض الوقت فقد أصبح لفورهما صديقين حميميين حوالي منتصف الليل كان الرقص لا يزال دائرا ولما لم تجد هالان فارسا جديدا بمراقصتها فقد عرضت على بوريس أن ترقص المازوركا بصحبته فشكل الزوج الثالث وبينما كان يتصامران حول معارفهما القدماء كان بوريس يلامس بنظرة لا مبالية كتفي هالان العاريتين الباهرتين البارزتين ولكن دون أن يشعر أحد بل ولعله لم يشعر هو نفسه كانت النظرة لا تنفك تتابع الإمبراطور الذي كان موجودا في ذلك البهو نفسه لم يكن أليكساندر يرقص كان واقف قرب الأبواب يستوقف هذا طارة وذلك طارة أخرى وينعم عليه بتلك الكلمات اللطيفة التي كان وحده يحسن النطق بها لاحظ بوريس عند بدء رقصة المازوركا أن الجنرال المساعد العسكري بالاتشيف هو أحد المقربين إلى الإمبراطور اقترب من سيده وراح ينتظر رغم آداب البروتوكول أن يفرغ هذا من التحدث إلى سيدة بولونية استفسره أليكساندر بالنظر ولما أدرك أن لابد من أسباب خطيرة أدت إلى تجاوز تابعه خطى خطوطا نحوه بعد أن صرف السيدة بإشارة من رأسه وما كاد بالاتشيف يدلي ببضع الكلمات حتى ارتسمت الدهشة العامقة على وجه أليكساندر أمسك بمساعده العسكري من ذراعه واجتزلبه دون أن يعير الجموع التي كانت تتنحى له عن فسحة عريضة لمروره التفاتا غير أن أراك تيشيف وحده الذي كان يبدل إنفعال العامق خرج من بين الجموع وكأنه توقع أن يوجه إليه أليكساندر الكلام بعد أن ألقى نظرة على وجه سيده ونخر بخفة بأنفه الأحمر إذ أدرك بوريس الذي لم يغيب عن هذا التدبير أن أركاتشيف غارة من بالاتشيف واستاءل أن نبأ لابد وأنه هام لم ينقل إلى الإمبراطور من طريقه لم ينقل إلى الإمبراطور من طريقه لكن الإمبراطور مر أمامه دون أن يرمقه واقتد بالاتشيف إلى حذقة المناورة فأسند أركاتشيف سيفه بيده وألقى حوله نظرات غاضبة ثم تبعه على بعد عشرين خطوة ظل بوريس طيلة رقصة المازوركا مشوش الخاطر لمعرفته بالنبأ الذي حمله بالاتشيف وكيف يستطيع الإحاطة به قبل كل الناس وفي اللحظة التي كان عليه أن يختار السيدة غمغم في أدن هيلان أنه سيأخذ الكانتست بوتوكا التي يظن أنها خرجت إلى الشرفة ثم اندفع بخطواته المنزلقة نحو باب الحديقة وتوقف لدى رؤيته الإمبراطور والبالاتشيف وهو مع إذن إلى البهو وبسرعة كلية كأنه لم يجد وقتا للإنحراف توقف وقفة محترمة إلى جانب إطار الباب كان الإمبراطور ينهي محادثته مع بالاتشيف بانفعال الرجل الذي تلقى إهانات بالعبارات التالية الدخول إلى روسيا دون إعلان الحرب لن أعقد صلحا طالما بقي فوق أرضي عدو واحد مسلح بدا لبوريس أن الإمبراطور تفوه بهذه الكلمات بلون من الرضا لقد طابت له الصيغة التي أعطاها لفكرته لكنه مع ذلك استاءل أن بعضهم سمع قوله فأضاف وهو يقطب حاج به ألا يجب أن يعلم أحد شيئا أدرك بوريس أن هذه الملاحظة موجات إليه فخفض عينيه وانحان رأسه لكن الإمبراطور في تلك اللحظة كان يدخل إلى البهو حيث لبت قرابة رس في ساعة أخرى كان بوريس على هذا النحو أول من علم أن الفرنسيين اججازوا النيمن فاستطاع بذلك أن يظهر وأن يظهر لبعض الشخصيات العالية أن ما هو خاف على غيره معلوم لديه الأمر الذي زاده رفعة في نظر هؤلاء بدى هذا النبأ شديد الإذهال لأنه جاء في غمار حفلة راقصة بعد شهر انتظار غير مجد ولقد ألهم الصخط والغضب الإمبراطور الصغة التي أظهر رضاه عنها لأنها كانت تستجيب تماما لعواطفه والتي أصبحت فيها بعد ذلك ذائعة الشهرة وعندما عاد من الحفلة الراقصة في الساعة الثانية صباحا أرسل يستدعي أمين سره شيشو كوف فأملع عليه أمرا يوميا لقطعاته وكتابا ملكيا إلى الماريشال الأمير ساليت كوف عن عنافي بأن تظهر الجملة العتيدة التي يؤكد فيها أنه لن يعقد صلحا طالما كان فرنسي واحد مسلح يطأ الأرض الروسية وفي اليوم التالي استكب إلى نابوليون الرسالة التالية سيدي أخي قد علمت أمس أنه رغم الإخلاص الذي حافظت به على تعهدات حيال جلالتكم فإن قطاعاتكم قد اجتازت الحدود الروسية وتلقيت الآن من جلالتكم أن قطاعاتكم قد تجاوزت كل الحدود الروسية وتلقيت الآن من بيترسبرغ إشعارا يعلن فيه الكونت لوري سترون عطفا على هذا الاعتداء أن جلالتكم اعتبرتم نفسكم في حالة حرب معي منذ أن طلب الأمير كوراكين أوراق اعتماده إن الأسباب التي يبنى عليها ويبني عليها الضوق دوبا سونو رفضه إعادتها إليه ما كانت قط لتجعلني أتوقع أن هذا التصرف سيخض ذريعة للاعتذاء والواقع أن هذا السفير لم يكن قط مجازا كما أعلن ذلك بنفسه وإنني ما إن أنهي إلي النبأ حتى أعلمتكم مبلغ استنكاري وأمرته بالبقاء في مركزه فإذا كنتم جلالتكم لا تنوون سفك ذمائي شعوبكم بسبب سوء تفاهم من هذا النوع وتوافقون على سحب قواتكم من الأراضي الروسية فإنني سأعتبر ما حدث كأنه لم يكن وحينئذ يمكن إيجاد تسوية بيننا وفي هذه الحالة المعاكسة يا صاحب الجلالة أجد نفسي مرغما على صد هجوم لم يطره قط شيء من جانبي وإنه يتوقف على جلالتكم إنقاذ الإنسانية من مصائب حرب جديدة وإنني وإنني إلى آخره التوقيع أليكساندر استدعى الإمبراطور في الثالث عشر من حزيران يونيو بالاتشيف في الساعة الثانية صباحا وبعد أن قرأ عليه رسالته أعطاه الأمر بالذهاب بنفسه لتسليمها بالذات إلى الإمبراطور الفرنسي ولما أدين له بالانصراف كرر مرة أخرى أنه لن يحقد صلحا طالما ظل عدو واحد مسلح على الأرض الروسية وحتم عليه أن يعيد هذه الكلمات بأمانة على مسمع نابوليون أما إذا كان لم يضمنها رسالته فلأنه كان يشعر بفتنته المألوفة أنها لا تتفق مع محاولة أخيرة بقصد التسوية لكنه أمر بلاتشيف أن ينقلها إليه شفهيا وصل بلاتشيف فجر الرابع عشر من حزيران يونيو إلى قرية دروبوتسكوي التي تحتلها الطلائع الفرنسية مصحوبا بنافخ بوق وقوقازيين فأوقفه حراس من الخيالة صاحبه رقيب أول من الفرسان في بزة من القطيفة الحمراء وكل صوة مزغبة يأمره بالوقوف فلم يطع بلاتشيف الأمر فورا واستمر يمشي رجلا فقطب صف الضباط حاجبيه وتمتم بالسباب ثم قطع الطريق على الجنرال الروسي بحصانه وامتشق سيفه ثم استجوبه بغلدة هل هو أصم حتى لا يسمع ما يقال له أعلن بلاتشيف اسمه فأرسل الرقيب الأول جندي لاستقدام ضابط ورح يترثر معرفاقه دون أن يلقي بالا إلى الرسول الروسي أو أن يليه مجرد نظرة أما بلاتشيف الذي كان على علاقة طيبة مع السلطة العليا وكان قبل ثلاثة ساعات يتحادث مع الإمبراطور وقد ألف أساليب الحفاوة والترحيب بحكم منصبه فقد دهش دهشة أليمة عندما رأى أنه يعامل معاملة العدو في أرض روسية وأنه إضافة إلى ذلك محروم من كل اعتبار من قبل هذا الممثل عن القوة الغازية والجنود والجنود بل وحتى جيادهم أيضا بمظهر القرار الضريف وعلى الرغم من أن الزعيم كان يجد صعوبة في إخفاء تتاوء به فإنه بدأ أنيسا ولم تفوته قط أهمية المهمة التي جاء بلاتشيف من أجلها اجتاز معه الخط الأول وطمأنه بأنه تبعا لرغبته لن يلبط حتى يمتل بين يدي الإمبراطور الذي كان مقر قيادته على ما يعتقد في مكان المجاور اجتاز قرية ريون ريو كونتي ومر بحراس خيول ورقباء وفرسان كانوا يحيون ويحيون زعيمهم وهم يتطلعون بفضول إلى الزي الروسي وعند خروجهما من القرية قال الزعيم بلاتشيف إنهما سيجدان على بعد كيلومترين من هناك قيادة الفوج وإن هذه القيادة سترسله إلى القيادة العامة كانت الشمس قد بزغت وراحت تصطع فوق الخضرة الزاهية تسلق سفحا وما كاد يجتازان حان بتوجه وبتوهج حتى شهد قبالتهما كوكبة فرسان تظهر صاعدة السفح الآخر وعلى رأسها يتقدم رجل مديد القامة ذو قبعة يزين هاريش وشعر أسود تتساقط خصلاته على كتفه وساقين طويلتين مندفعتين إلى الأمام تبعا تبعا لعادة لعادة الفرسان الفرنسيين على صهوة جواد أدهم كانت عدته تلتمع تحت وهاج الشمس فلما رأى هذا الرجل بلاتشييف اندفع بجواده وهو يموج تحت الشمس الحادة ويل آرش قبعته ومجوهراته وشرائطه الذهبية لم يكد بلاتشييف يصبح على مسافة طولين من ذلك الفارس ذي المظهر المسرحي المغطى بالأصاور والريش والقلائد والبهارج حتى همس الزعيم الفرنسي أولس في أذنه بغمغمة كلها احترام ملك نابولي والواقع أن ذلك الفارس كان مورا الذي بات الآن يدعى ملك نابولي وعلى الرغم من استحالة معرفة السبب الذي من أجله أعطي له هذا اللقب فقد كانوا يسمونه كذلك وكان هو نفسه مقتنعا بأنه ملك الأمر الذي كان يعطيه مظهرا أكثر وقارا وأكثر عظمة من ذي قبل ولقد كان مقتنعا بذلك حتى أنه عشية يوم رحيله بينما كان يتنزه مع زوجته في شوارع نابولي إذ حياهما بعض الإيطاليين بصيحة يحيا الملك فالتفت إلى زوجته وقال لها بابتسامة حزينة التعسى إنهم لا يدرون أنني سأغادرهم غدا ولما شاهد الجنرال الروسي ألقى رأسه المتموج بالشعر إلى الوراء بحركة ملوكية واستفسار الزعيم الفرنسي بنظرة فعين هذا لجلالته بكل احترام صفة دو بالاتشييف الذي لم يتوقف في النطق بإسمه قال الملك وهو يحسم المسألة بعزمه المألوف دو بالاتشييف ثم أضف بحركة تدل على تنازله الملوكي يسعدني أنني تعرفت إليك يا جنرال وما إن راح يتحدث بسرعة وبصوت مرتفع حتى تبددت رفعته كلها واتخذ دون أن يلاحظ هو نفسه لهجة سادجة قلبية وضع يده على حرك جوادي بالاتشييف وقال وكأنه يأسف لتوافقين ظرفي ليس من اختصاصه الحكم عليه حسنا يا جنرال إن كل شيء على ما يبدو راجع إلى الحرب أجب بالاتشييف وهو يفرط في استعمال كلمة يا صاحب الجلالة وهو تودد لابد منه عندما يتحدث المرء إلى شخص لا يزال هذا اللقب جديدا عليه يا صاحب الجلالة إن الإمبراطور مولاي لا يرغب قط في الحرب كما تروا جلالتكم وبينما كان السيد بالاتشييف يتحدث إليه كان وجه ملك نابولين يطفح بريضا سخيف لكن الملك مرغوم لقد وجد أن من الضروري بوصفه ملكا وحليفا أن يدخل في محاورة سياسية مع مبعوث أليكساندر وعليه فقد ترجل عن جواده وأمسك بذراع باراتشييف وانتحى به بطمع إذ يضع خطوات بعيدا عن حاشيته التي كانت تنتظره بامتتال وراح وهو يتنزه معه عرضا وطولا يحدده بمواضيع حرص على أن يعطيها بعض الوزن وتبعا لقوله فإن الطلب إلى الإمبراطور يسحب لكي يسحب قواته من روسيا قد نكذه بقدر ما جرحت علانية هذا المطلب الملحاح كرامة فرنسا ولما راح باراتشييف يعترض بأن هذا الطلب ليس فيه ما يهين بالنظر إلى ثم قطعه مورا قائلا بابتسامة بلها إذن فإن المحرد ليس الإمبراطور أليكساندر في رأيك عرض بابتشييف الأسباب التي من أجلها كان يرى أن نابوليون هو متير الحرب فقاطعه مورا من جديد قائلا باللهجة التي يتظاهر بها الخدم الحرصون على البقاء على وفاق وود رغم مشاحنات أسيادهم آه يا عزيز الجنرال أتمنى من كل قلبي أن يسوي الإمبراطوران الأمر بينهما وأن تنتهي الحرب التي بدأت رغما عني في أسرع وقت ممكن استفسر بعدئذ عن صحتي الغارندوق واستعرض ذكرى الأوبقات الطيبة التي قضاياها معا في نابولي وفجأة وفجأة وكأنه شعر بوقاره الملكي انتصب بجلال واتخذ الوقفة التي وقفها ساعة تتويجه وقال مشفيعا قوله بحركات فضفاضة لا أستبقك أكثر من ذلك يا جنرال أتمنى نجاح مهمتك ولحق بحاشيته التي كانت لا تزال تنتظره بامتذال ظاهر وهو متشح بمعطفي الأحمر الموش بالذهب ومزين بريش قبعته الذي يخفق مع الريح ومجوهراته التي تلتمع تحت ضوء الشمس تابع بلاتشي في طريقة ولما كان مطمئنا إلى أقوال مورا فقد كان يظن أنه لن يلبث حتى يجد نفسه في حضرة نابوليون لكن حراس فوج مدفعية دافو استوقفوه في القرية التالية كما وقع له على خط الجبهة واستدعى مساعدا عسكريا ليقوده إلى حضرة الماريشال موعد مع نابوليون كان الماريشال دافو أركتيشيف مثل نابوليون في شجاعته شديد التدقيق مثله وعاجزا عن إثبات تفانيه لسيده من طريق آخر غير قصوته وهذه القسوة وحدها تفسر كيف أن هذا الأركتيشييف القاسي الذي كان ينتزع بيديه شاربا نخبة من جنوده دون أن يجرؤ بسبب ضعف أعصابه ويواجه أدنى خطر أدنى خطر تفسر تفسر كيف أن ذلك الشخص مع دوم الثقافة والتهديب استطاع أن يمارس تأثيرا بعيدا في طبيعة أليكساندر النبيلة الحانية الأبية وجد بالتشيف دافو هذا جالسا فوق برميل منشغلا في تدقيق حسابات وإلى جانبه يقف مساعد عسكري كان الماريشال يستطيع أن يجد مستقرا أفضل ولكنه كان من أولئك الذين يحبون أن يوفر لأنفسهم أكثر الشروط الحياتية خشونة ليظهروا وليظهرهم أكثر خشونة ومن أجل ذلك هم متقلون أبدا بالعمل ينأون به كان المرء يقرأ على وجهه كيف يفكر المرء بمباهج الحياة عندما يكون كما ترى جالسا على برميل في مكتس حقير منكب على العمل إن صرور هؤلاء الأشخاص البالغ ورغبتهم الفطرية تقتصر على إلقاء عملهم من مستمر الضجر في وجوه الناس الذين يستسلمون لتيار الحياة وهذا هو الذي أحس به دافو عندما رأى بلاتشييف يصل استغرق أكثر من أي وقت آخر في حساباته وبعد أن ألقى نظرة خلال نظارته على وجه الجنرال الذي أعادت إليه رحلته المبكرة ومداولته مع مورا بشاشته زاد تخديد حاجبي دون أن ينهض أو حتى دون أن يشرع بحركة ما وابتسم ابتسامة قبيحة ولم لاحظ الأثر غير المستحب الذي أحدثه استقباله هذا على الوافد الجديد انتهى به الأمر إلى أن يرفع رأسه وأن يسأله بلهجة جافة عما يريد عزى بلاتشييف هذا الاستقبال البارد إلى واقع جهل دافو بصفته المزدوجة كمساعد عسكري ومبعوث إلى نابوليون من قبل الإمبراطور أليكسندر فقط لذلك فقد بادر إلى الإدلاء بألقابه ولكن خلافا لما كان ينتظر لم يزد ذلك دافو إلا جفاء واتجاه وقال أين رسالتك سأرسلها إلى الإمبراطور فاعترض بلاتشييف بأن لديه أمرا بتسليم الرسالة إلى الإمبراطور شخصيا قال دافو إن أوامر إمبراطور ذات قيمة في جيشكم أما هنا فعليك أن تعمل ما يقال لك أن تعمل وكأنه أراد أن يشعر الجنرال الروسي بطريقة أفضل بأنه هنا رهن القوة القاهرة فقد أرسل مساعده الأسكري يستدعي الضابط المانوب وضع بلاتشييف الرسالة على الطاولة التي كانت عبارة عن باب ركز على برميل كانت رزانته لا تزال تتدلى منه فأخذها دافو وقرن على غلاف قال بلاتشييف أنت مطلقني الحرية في أن تعاملني باحترام أو لا لكن من واجبي أن ألف تنتباهك إلى أنني أعتبر بين مساعدي جلالته الجنرالات العسكريين نظر نظر إليه دافو دون أن ينبس بانتشافه لقد طاب له بشكل ظاهر أن يكتشف على تقاطئه لونا من الاضطراب وقال سوف تعامل بما يحق لك من احترام ثم وضع الرسالة في جيبه وغادر المكدس وفي قضون دقيقة واحدة جاء مساعد الماريشال العسكري السيد جوجا ستيري يقود باراتشييف ليدله على المسكن الذي أعده له تناول باراتشييف الطعام الذات اليوم مع الماريشال في المكدس على الطاولة ذات البرميلين وفي صباحة اليوم التالي غادر دافو منذ الصباح الباكر بعد أن استقدم باراتشييف وحتم عليه بصرامة أن يمكت حيث هو وأن يتنقل مع القطاعات في حال صدور أوامر مماتلة إليها وأن لا يتحدث إلا مع السيد جوجا ستاري وبعد أربعة أيام من الوحدة وبعد مراحل عديدة اجتيزت معها متاع الجنرالات والماريشالات والقطاعات الفرنسية التي كانت تحتل المنطقة كلها عاد بالاتشييف إلى فيلنا التي باتت الآن في قبضة العدو من طريق الباب نفسه الذي خرج منه قبل بضعة أيام وفي اليوم الثاني جاء أحد حج بالإمبراطور السيد دوتروين يعلمه بأن نابوليون قد منحه مقابلة قبل أربعة أيام كان حر صفوج بريوبرا جينسكي يقفون على باب المنزل الذي قادوا باراتشييف إليه أما الآن فكان في مكان أولئك جنديان فرنسيان ببزة زرقاء ذات قلبات كبيرة وقل سوة مزغبة وموكب من الفرسان الفرنسيين والألمان وحاشية وحاشية آنقة من المساعدين العسكريين والغلمان ينتظرون خروج نابوليون وحصانه المطهم والمملك روستان واقفين قرب المرقات كان نابوليون يستقبل بلاتشييف في البيت نفسه الذي سلمه أليكساندر فيه رسالته حوار الحرب رغم أن بلاتشييف كان معتادا على بهاء البلاتات فإن الطرف والبدخ في هذا البلات أحدث في نفسه أثرا قويا أدخله الكونت دوترويين إلى حجرة رحيبة كان فيها عدد كبير من الجنرالات والأشراف البولونيين عرف كثيرا بينهم كانوا من قبل يحيطون بأليكساندر ينتظرون فيها وأعلن دوروك أن الإمبراطور سيستقبل الجنرال الروسي قبل الخروج لنزهته بعد دقائق من الانتظار ظهر الحاجب المانوب وانحنى بتأدب أمام بلاتشييف ثم رجاه أن يتبعه دخل بلاتشييف إلى بهو صغير يقود أحد أبوابه إلى المكتب ذلك المكتب الذي تلقى فيه آخر أوامر أليكساندر وانتظر دقيقتين أو ثلاثة دقائق تنهى إلى سمعه وقع خطوات متلاحقة وراء الباب الذي فتح فجأة وران الصمت ثم ارتفعت خطوات أخرى متزنة ونشيطة وراحت تقترب ذاك كان نابوليون وكان قد فرغ من ارتداء ملابس ركوب الخيل اقترب بمشية سريعة وهو يتوتب مع كل خطوة ورأسه مائل قليلا إلى الوراء كان لشخصه القصير الممتلئ للكتفين العريضتين القويتين والبطن والصدر البارزين رغما عنه إلى الأمام مظهرا جليلا وجليلا معبر مظهرا أبناء الأربعين الذين ألفوا الحياة الرغيدة كان يرى كذلك أنه على أفضل مزاج ذلك اليوم أجاب على تحية بلتشييف العميقة المفعمة بالإحترام بحركة من رأسه وراح وهو يتجه نحوه مباشرة يتكلم شأن الرجل الذي تعتبر كل دقيقة من وقته وتعتبر كل دقيقة من وقته والذي لا يعمد قط إلى تحذير محاضراته لعلمه بأنه سيقول دائما وبكل إجادة ما يجب أن يقوله مرحبا يا جنرال لقد تلقيت رسالة الإمبراطور أليكساندر التي حملتها وإنني مصرور جدا برؤيتك ركز لحظة عينيه الكبيرتين على وجه بلتشييف ثم ما لبت أن أشاح بهما لا ريب أن شخصية بلتشييف ما كانت تعنيه في شيء لأن ما يضور في سريرته هو وحده الذي كان يتير اهتمامه أما كل ما هو خارجي فلم تكن له أي أهمية ألم يكن يعتمد ويعتقد بكل حزم أن كل ما في الكون يتوقف على مشيته وعلى مشيته وحدها قال إنني لا أرغب ولم أرغب قط في الحرب لكنهم أجبرون على خوضها ثم أضف وهو يشدد على الكلمة والآن أيضا إنني على استعداد لتقبل كل التصويغات التي تستطيع تقديمها إلي شرح بطريقة واضحة وموجزة أسباب استيائه من الحكومة الروسية ولقد اقتنع بلاتشييف قناعة عميقة استنادا إلى لهجة إمبراطور الفرنسيين الهادئة المتزنة بل والودية أنه رغب في السلم وأنه سيشرع في المفاوضات عن طيب خاتر هم بلاتشييف أن يقول مولاي إن مولاي الإمبراطور عندما راح نابوليون يستفسر بنظره بعد أن انتهى من جملته وكان المبعوث الروسي أعد محاضرته منذ وقت طويل لكن تينك العينين المصوبتين إليه شوشته وبدأ نابوليون وهو يفحص بابتسامة لا تكاد ترى بزة بلاتشييف وسيفة كأنه يقول له إنك مضطرب تمسك أعصابك ولما استرد هذا روعاق قال إن الإمبراطور أليكساندر لا يعتبر حالة حرب طلب استعادة الجواز الذي قدمه كولاركين الذي تصرف من تلقاء نفسه دون أن يقره في ذلك مولاه وإن أليكساندر لا يريد الحرب وليست له أي علاقات مع إنجلتيرا فرد نابوليون ليست له بعد أي علاقات لكنه قطب حاجبيه وأشار بإيماءة خفيفة من رأسه إلى بلاتشايف أنه يستثلي وكأنه خشيئا يكشف عن عواطفه وبعد أن عرض كل ما كانت تعليماته تتضمنه من أقوال أكد بلاتشايف أن الإمبراطور أليكساندر من رغبته في السلام لن يشرع في مفاوضات إلا شريطة وهنا تردد وتذكر الكلمات التي حدفها الإمبراطور من رسالته والتي أمر أن تظهر في رسالته الملكية إلى ساليتكوف وكلفه هو بلاتشيف أن يرددها حرفيا على مسامع نابوليون تذكر الجملة طالما بقي جندي عدو مسلح واحد على الأرض الروسية لكن شعورا شديد التعقيد استوقف الجملة على شفته وأين بلغت رغبته فإنه لم يستطع أن يتفوه بها فاستبدلها وهو شديد الخجل بالعبارة التالية شريطة أن تعود القطاعات الفرنسية عبر النيمان من جديد لم يخفي اضطراب نابوليون على بلاتشيف فقد تقلص وجهه وراحت ربلة ساقه ليصر تضطرب في حركة منتظمة استأنف الكلام دون أن يبدل مكانه بصوت أكثر ارتفاعا وتهافت من ذي قبل وقد لاحظ بلاتشيف رغما عنه كلما أطرق بعيني خلال الوقت الوقت الذي استغرقت المحاضرة التي تلت أن ارتعادة ربلة الساق اليسرى آخذة بالتزايد كلما ازداد صوت الامبراطور ارتفاعا شرع نابوليون يقول لست أقل رغبة في السلام من الامبراطور أليكساندر لست أبدل كلما في وسعي منذ ثمانية عشر شهرا في سبيل السلام منذ ثمانية عشر شهرا وأنا أنتظر الإضاحات ثم أضاف وهو يعبس ويقوم بحركة عنيفة بيده الصغيرة البيضاء السمينة ولكن ماذا ترى هم يطلبون مني لقاء الدخول في مفاوضات قال بلاتشييف انسحاب الجيوش من ورائي نيمين يا صاحب الجلالة قال نابوليون وراء النييمين إنكم إذن تريدون الآن على أن أنكفئ وراء النييمين ثم كرر وهو يغرق نظراته في عين بلاتشييف وراء النييمين فقط وانحنى هذا إشارة الموافقة إنهم لا يطلبون الآن بدلا من إخلاء بوميرانيا التي أصروا عليه قبل أربعة أشهر إلا الانسحاب وراء النييمين أدار نابوليون ظهره فجأة وراح يدرع الحجرة بخطة ثم قال تقول إنهم يطلبون مني التراجع وراء النييمين لكنهم منذ شهرين طلبوا مني أيضا أن أتراجع وراء الأوردر والفيسنال والفيستال ثم توافقوا مع ذلك على إجراء مفاوضات مشهدون أن ينطق بكلمة من جانب الحجرة إلى الجانب الآخر ثم توقف فجأة قبالة بالتشييف لاحظ هذا أن ربلة الإمبراطور تضطرب أكثر من ذي قبل وأن وجهه يبدو كأنه تصلب في تعبير صارم كان نابوليون يعرف هذه الخاصية وقد قال لحاشيته إن الاهتزاز ربلتي اليسرى إشارة كبيرة عن ذي حتى ففجأة بانتفاض دهش له هو نفسه إن مثل هذه العروض كإخلاء الأردر والفيستال يمكن أن تسأل من غار انضوق ضب بعد ولكن ليس مني إنني لن أقبل شروطكم ولو أعطيتموني بيترسبرغ وموسكو تقولون إنني بدأت الحرب ولكن من الذي لحق بالجيش أولا الإمبراطور أليكساندر وليس أنا والآن تحدثونني عن التفاوض في حين أنني أنفقت الملايين وأنتم حلفاء الإنجليز وموقفكم سيء تعرضون علي المفاوضات ولكن ما هو هدفكم من التحالف مع إنجلتارا؟ ماذا أعطيتم؟ ماذا أعطتكم؟ كان يلقي بجملة دون أن يتابع التفكير في إبراز محاسن السلم ومناقشة إمكانياته بل لكي يبرهن حقه وقوته في الوقت نفسه الذي يدلل فيه على أخطاء أليكساندر وأضراره لقد أراد باذي أديبد أن يبرز ولا شك ميزات موقفه وأن يلمح إلى أنه يقبل الشروع في مفاوضات رغم ذلك لكنه كلما ازداد دفاعا في الكلام كلما تناقصت سلطته على كلماته حتى اقتصرت محاضرته على تعظيم نفسه والحط من أليكساندر أي على عكس ما كان يزمع انتهاجه عند بدء المقابلة قال مستطردا إنهم يزعمون أنكم عقدتم الصلح مع الأتراك حرك كبلتشييف رأسه إيجابا وشرعا يقول عقد صلح لكن نابوليون قاطع كان ولا ريب يشعر بحماسة مهسة إلى الكلام فتابع بتلك الثرطرة الغاضبة التي يمتاز بها الأشخاص الذين أفسدتهم النعماء نعم إنني أعرف أنكم عقدتم الصلح مع الأتراك دون أن تحصلوا على مولدوفيا وفالايكي وأنا كنت سأقدم لإمبراطوركم هاتين المقاطعتين هدية كما أهديته فيرندا واسترسل بإصرار نعم لقد وعدت الإمبراطور أليكساندر بمولدوفيا وفلايكاي ولكن سأعطيه هاتين المقاطعتين الجميلتين اللاتين أفلتتا من يده كان يستطيع أن يضمهما إلى مملكته فكانت روسيا ستمتد تحت حكمه من خليج بوتني إلى مصب الدانوب إن كاترينا العظيمة ما كانت لتستطيع أن تأمل أفضل من ذلك أخذ هي جهو يزداد وراح يتمش داخل الحجرة ويردد كلمة كلمة تقريبا ما قاله لأليكساندر إبان مقابلتهما في تيلست كل هذا كان سيناله بصداقة آه يا للملك الجميل يا للملك الجميل وكرر عدة مرات هذه الكلمات ثم أخرج من جيبه علبة صعوط ذهبية تنشق منها بنهم وأردف يا للملك الجميل الذي كان يمكن أن يكون عليه ملك الإمبراطور أليكساندر ثم تأمل بلاتشييف بعطف فلما هم هذا أن يتقدم بملاحظة قطعه فورا وهو يقول له مبينا دهشته برفع كتفه ما الذي كان يمكن أن يرغب فيه أو أن يبحث عنه دون أن تنيله إياه صداقتي ولكن لا لقد فضل أن يخلق حوله لفيفا من أعدائه وممن لقد استقدم إلى جواره ألا سيتين وألا أرميفيلت وبينيكسان ووينتر جرود إن سيتين خائن مطرود من بلاده وأرميفيلت فاجر تساس ووينت جرود فرنسي ملتحق بخدمة العدو وبينيكسين عسكري أكثر من الآخرين قليلا ولكنه مع ذلك عاجز عن امسطاع أن يعمل شيئا عام 1807 فكان يجب أن يقض في نفس الإمبراطور أليكساندر ذكريات رهيبة واسترسل نابوليون الذي لم يكن نطقه ليتماشى مع فكرته لكثرة تهافت البراهين وسرعة تجميعها ليتبت حقه المشروع وقوته الذين كان في نظره بمعنى واحد لو أن هؤلاء كانوا على قيمة ما الأقنعان استخدامه لهم ولكن لا إنهم لا يصلحون لشيء لا للسلم ولا للحرب إن باركلي على ما يزعمون أفضل منهم جميعا لكن هذا ليس رأيي إذا حكمنا عليه تبعا لأولى تصرفاته ثم ماذا يعملون ماذا يعمل كل هؤلاء الأتباع إن بوفيل يقترح وأرميفولت يناقش وبينيكسون يتمعان أما باركلي الذي استدعي ليعمل فإنه لا يدري أي جانب يأخذ ويمر الوقت دون أن يؤتى بجديد إن باقراسيون وحده رجل حرب إنه غبي لكن لديه الخبرة والنظر الثاقب والعزم وأي دور يلعب إمبراطوركم الشاب بين هذا الخليط إن هؤلاء الناس يرتكبون الإتم ثم يحملونه مسؤولية أعمالهم إن ملكا لا يجب أن يكون في الجيش إلا إذا كان جنرالا ألقى بهذه الكلمات وكأنها تحد مباشرة وتحدي مباشر موجه إلى أليكساندر واسترسل قد بدأت الحملة منذ ثمانية أيام فلم تعرفوا كيف تدافعون عن فيلنا لقد شطرتم إلى شطرين وتردتم إلى الأقاليم البولونية إن جيشكم يدمدم قال بلاتشييف وقد أبهرته أضواء هذه الجمل الإصطناعية التي لم يكن يتوصل إلى استيعابها على العكس يا صاحب الجلالة إن القطاعات تتحرق شوقا إلى القتال قطعه نابوليون إنني أعرف كل شيء أعرف كل شيء إنني أعرف أعدادكم ألويتكم بمثل الدقة التي أعرف بها أعداد ألويتي ليس لديكم مئة ألف رجولين تحت السلاح بينما لدي ثلاثة أضعاف هذا العدد ثم أضف ناسيا أن هذا لم يكن ليأني شيئا أبدا إنني أعيدكم بشرفي أعطيكم وعدا بشرفي إن لدي خمسمائة وثلاثين ألفا على هذه الدفة من الفيستال لن يستطيع الأتراك مساعدتكم إنهم لا يصلحون لشيء وقد برهنوا على ذلك بعقد الصلح معكم أما السويديون فإنهم مختارون لأن يحكموا من قبل مجانين لقد كان ملكهم مجنونا فأبدله واتخذوا آخر بيرنارد دوتش الذي سرعان ما فقد صوابه هو الآخر لأنه يجب أن يكون المرء مجنونا حتى يعقد اتحادا مع روسيا وهو سويدي انفرجت شفة نابوليون قليلا وتنشق الصعود كان لدى بلاتشييف اترك كل جملة من جمل الإمبراطور اعتراض يقدمه لكنه كلما حاول أن يفتح فمه أغلقه له نابوليون أراد أن يقول بخصوص حمق السويديين أن السويد أصبحت بتحالفها مع روسيا أشبه بالجزيرة لأن هذه تحميها من الخلف لكن نابوليون خنق صوته بصيحات الغضب لقد كان في تلك الحالات من الإثارة التي يشعر المرء معها بحاجة إلى أن يتكلم ويتكلم لمجرد أن يتبت لنفسه أنه على حق وكان بلاتشييف كمن يقف على الأشواك فهو كسفير يخشى أن يسئ إلى كرامة نفسه بالامتناع على أي اعتراض أما كرجل فقد أحنى ظهره تحت زوبعة هذه الغضبة الهوجاء كان يعرف كل أهمية هذا الذم الذي ما يستعيد الإمبراطور هدوءه حتى يكون أول من يخجال منه لذلك فقد وقف في مكانه معلقا الأبصار بساقي نابوليون الضخمتين المنفعلتين يحاول جاهدا أن يتحاشى نظاراته استرسل نابوليون ثم ماذا يهمني من حلفائكم بعد كل شيء إن لدي حلفاء الآخر وحلفاء طيبين البولونيين إنهم 80 ألف ويقاتلون كالأسود وسوف يصبحون بعد قليل أكثر من 200 ألف ولقد أثار الشعور بأن هذا المزعم ليس إلا محض كذب ومواقف بالاتشيف المتحفظ الذي ما كان ينبس ببنت شفه إذ غضب الإمبراطور فآتى بنصف دائرة فجأة واتجه رأسا إلى محدده فألقى في وجهه عبارات مشفوعة بحركات سريعة ونشيطة من يديه البيضاويين إعلاموا تماما أنكم إذا أثارتم بروسيا ضده فإنني سأمحوها من خريطة أوروبا وأيد هذا التهديد بأن كنس يده اليسرى بيده اليمنى ووجهه الممتقع المتقلص نعم سوف ألقي بكم إلى ما وراء الدانوب وما وراء الدانيير وسأقيم في وجهكم هذا السد الذي كانت أوروبا شديدة العامة مجرمة كل الإجرام اتركته ينهار نعم هذا ما ينتظركم هذا ما تكونون قد ربيحتموه من ابتعادكم عني مشه بضع خطوات بسكون وكتفه العارضتان تهتزان بطفارات صغيرة أعاد علبة صعوطه إلى جيبه ثم أخرجها وحملها مرارا إلى أنفه ثم عاد إلى باراتشييف ونظر باستهزاء في عينيه ثم قال له بهدوء بعد فترة صمت ومع ذلك يا له من ملك جميل ذلك الذي كان يستطيع مولاك أن يحصل عليه ولما كان يجب على باراتشييف أن يقول شيئا ما فقد رد أنهم من الجانب الروسي لا يرون الموقف على مثل هذا اتجاههم فلم يجري نابوليون جوابا بينما ظلت نظرته المستهزئة مصوبة إلى وكأنه لم يسمع ما قاله ولما أضاف هذا بأنهم في روسيا يتوقعون من الحرب نتائج ممتازة هز الإمبراطور رأسه بمراعاة وكأنه يقول له نعم أعرف أن من واجبك أن تقول هذا القول لكنك أنت نفسك لا تصدق كلمة واحدة لقد أقناتك ولما فرغ بالتشييف أخرج نابوليون علبة صعوطه من جديد وتنشق من جديد ثم قرع الأرض بقدمه مرتين متعاقبتين فتح الباب إدر هذه الإشارة وظهر حاجب أعطى الإمبراطور قبعة وهو منطو إلى إثنين بكل احترام ثم قفازي بينما قدم له آخر من ديله استدار نابوليون نحو باراتشييف وقال وهو يأخذ قبعة طمئن الإمبراطور أليكساندر باسمي بأنني مخلص له كما في الماضي تماما إنني أعرف وأقدر صيفاته النبيلة حق قدرها لا أستبيقك أكثر من ذلك يا جنرال سوف تسلق رسالتي إلى وتوجه نابوليون بسرعة نحو المخرج فاندفع كل أولئك الذين كانوا ينتظرونه في الرده إلى السلم ليسبقوه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر